السلام عليكم أولى الثانوي اليوم سنراجع الوراثة كاملة 6 دروس ب3 وصول درسين 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 الوراثة فيها معلومات كتير ولكن اليوم سنعصرها عصرة محترمة ونطلع كل المعلومات التي نحن نريدها وبعد ذلك يوجد امتحان شامل على الوراثة امتحان مستوى جميل وفيه جوائز قيمة جدا طيب نمتحن ازاي؟ أولا قبل ما تفكر في الامتحان فكر في المذكر عشان تعرف تتعامل مع الامتحان قائز فعايزك تجيب وراء قلم وتكتب ورايا كل كلمة هنا وان شاء الله البيدي افل انا هقعد اعك فيه دوت معاكم هسيبه لكم كمان علشان لو انتم عايزين تحملوه وتتابعوا الكلام اللي احنا كتبناه بس بفضل كمان ان انت يعني لو فيه معلومة زيادة او حاسن هي جديدة او سهلت لك الدنيا اكتبها ورايا الامتحان بقى هيبقى يوم الثلاثة ان شاء الله او على حسب ما نحدده هتلاقي فيه وصف الفيديو من ساعة معينة ساعة معينة برضو هتلاقي ده كله موجود في وصف الفيديو او في اول كومنت وهتلاقي ان امتحان دوت متأسم حاجتين يعني طلبة المنصة هيمتحنوا على المنصة في الكورس اللي هم مشتركين فيه عادي طلبة اليوتيوب هيمتحنوا على المنصة برضو بس هيدخلوا اكتب على جوجل احمد الجهري منصة احمد الجهري اين كان هتدخل على المنصة تنزل تحت شوية تدخل على الاولى ثانوي هتلاقي فيه كرس مجاني مكتوب كده الكرس مجاني اللي هو امتحان الوراثة هتدخل هتلاقي الامتحان هينزل في الوقت اللي احنا محددين ان شاء الله عشان الناس يقول الامتحان لسه ما نزلش يابني ما هو لا ليه وقت ليه وقت هينزل فيه وهيتقفل فقط معين طلبة المنصة المشتركين في المنصة اللي هيقفلوا ليهم جواز قيمة جدا وطلبة اليوتيوب ليهم برضو جواز قيمة من ضمنها اشتراك الباقي الترم او الترم كله الوراثة اللي فات واللي جاء ان شاء الله فربنا نوفقكم ويعينكم ويعنا كمان نحنا نطلع باقصى استفادة من هذا الفيديو ان شاء الله استعم بالله ولا تعجز فالعجز صفة الضعفاء الحمقة وعيذك بالله ان تكون ضعيفا او احمق وكمان عايزك دلوقتي تجدد ان الله سبحانه وتعالى ان احنا نتعلم علم يزدنا خشية الله سبحانه وتعالى ونتأمل في خلق الله وكمان عايزك لو انت مش متوضي ام جدد ضوئك ولو انت نفوت صلاة يعني توظف الاحياء وتوظف اي حاجة تانية لو انت نفوت صلاة ام صليها ولو مزعل حد في البيت ام صنحه ولو انت من الدارة وعمل جدهوت فك وشك اقبل على الحياة تقبل عليك واستعن بالله ولا تعجز بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما طيب يلا بينا نبدأ الدرس الاول في الوراثة انا عايز اللون البيض فين اللون البيض اجدعيني هو ده اللون البيض تم وعايزين اللون الاحمر هو ده اللون الاحمر تم اللي اخضر بس انا عايزه اخضر اخضر من كده شوية اكثر تم حلو او كده هم دول الالوان اللي عايزهم هيا بنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب عام الحاجة اول حاجة تعال نعرف تركيب تركيب الخلية عارفين ان الخلية بتتكون من اسوار عاملة زي المدينة بيبقى لها اسوار خارجية اللي هي الغشاء الخلوي اللي بيبقى موجود في كل الخلايا ولو كانت خلية نباتية فبيبقى عندها حاجة كمان اسمها جدار خلوي من مادة اسمها السيلوز بس دي في حالة الخلية الايه النباتية وبعض انواع الفطريات والطحالة انما الغشاء الخلوي في كل الكائنات ماشي بعد كده في حاجة اسمها السيتوبلازم حلو في عضيات زي الفل اهم حاجة بقى فيه الخلية من جوه هي النواة اللي كان بيبقى لها غشاء نووي واسمح لي اقولك ان هو كان مثقب مزدوج ومثقب لو انت فاكر في الترميل الاول كنا بيقول اتنين ميم مزدوج طبقطين كده ومثقب الثقوب دي كان وصفتها ايه اصل جوه هنا بيبقى فيه المادة الوراثية اللي هي الكروموسومات اللي يعبار عن الدي ان ايه الذي يحدث له عمليتين عملية تسمى عملية نسخ علشان يتحول لحاجة اسمها ار ان ايه بعد كده بيروح لحاجة اسمها الريبوسوم الريبوسوم ده هو بقى بيعمله عملية تانية اسمها عملية ترجمة فالترجمة تحول الار ان ايه الى بروتين والبروتين ده هوت مسئول عن اظهار صفة وراثية وراثية معينة حلو اوي يبقى التتابعه بتاعنا هوت الدي ان ايه بيبقى داخل النواة ينسخ الى ار ان ايه الذي ينتقل من النواة الى السيتو بلازمة عشان كده الغشاء النووي بتاع النواة مثقب عشان الار ان يخرج منه بعد كده بيروح للريبوسوم عشان يحوله الى بروتين والبروتين يظهر الصفة الوراثية المعينة الدي ان ايه بصراحة فيه جينات كتير جينات جينات كتير نحن هنا لقدقى عشان واحده لكن من جن واحده يleriعمل لبروتين واحد لذا 50000 جينات ان اخوى عن السيارات جزء الدي ان ايه مشترك بحشهم جينات كل جين يتحول الى بروتين عن سيارات ويتحول الى بروتين صفه وراثية على سيارات كل جين مختلف عن الثاني في الار انت Atan البروتين لقد نعلم كل صفه عشرات الالاف من الصفه كل صفة منهم لها بروتين معين هو اللي بيعمل حلو جدا طيب احنا ندرس ندرس بالتفصيل بقى جاي ندرس الكروموثومات واهم حاجة في الكروموثومات حاجة اسمها الترز الكروموثومي الترز الكروموثومي ده هو ترتيب الكروموثومات تنازليا على حسب الحجم يعني هنبدأ بالكبير ونخلص بالصغير مع شوية تفاصيل كده طيب و احنا لبنرتب عشان تسهيل الدراس اي حاجة بتترتب عشان تسهيل الدراس يجي في الكمية يقولك ليه عملنا الجدول بتعمل دليف والجدول للدور الحديث يقولك عشان تسهيل الدراس هنبدأ ان شاء الله بعد الوراثة في التصنيف يقولك ليه صنفنا الكلانات الحقيقة برضى عشان تسهيل الدراس فيبقى هنا غرض الطرز الكروموسومي او ترتيب الكروموسوميات تسهيل دراستها حلو قوي طيب رتبناها ازاي والله قبل ما نشوف ترتيب الكروموسوميات لازم نعرف الفرق ما بين ثلاث انواع من الخلايا خلية اسمها الخلية الجسدية وخلية تانية اسمها الخلية الجنسية اللي هي بنقول عليها الأمشاج أو الجاميطات دي كلها بنفس المعنى وفي خلايا اسمها الخلايا المناسل الخلايا الجسدية بتبقى اتنين نون الخلايا الجنسية والأمشاج بتبقى نون المناسل برضو بتبقى اتنين نون طب وإيه الفرق من الجسدية والمناسل أقول لك الأمثلة وأنت هتفهم من أمثلة الخلايا الجسدية الكبد والمعدة والجلد وكرات الدم البيضاء مثلا تمام طب من امثلة الامشاج في الانسان الحيوان المنوي والبويضة طب المناسل اه هنا الخصية والمبيض اه ها الفرق ان الخصية الخصية هي اتنين نون اه بس لما بتجي تنقسم بتنقسم القسم ميوزي عشان تدي الامشاج بينما الخلايا ده هي بتنقسم القسم ميتوزي عشان تدي نفسها يعني خليط الكابب بتدي خلية كابب المعدة بتدي خلية معده الجلد بيتجدد ويدي جلد برضو فده انقسم ميتوزي بيعمل ثبات في الصفات الوراسية بيعمل ثبات في اعداد الكروموسومات يعني اللي اتنين نون بتدي اتنين نون واثنين نون عادي يعني الخلية بتدي خليتين ما هي انقسمت زيها بالظبط كنا بنقول جملة كده خليتان متطابقتان ومطابقتان للخلية الاصلية يعني دي شبه دي شبه دي typical شبه بعض بالظبط انما هنا لأ ده ما بيحصلش انقسم ميتوز ده بيحصل ميوزي ما بيبقاش فيه ثبات ده بيبقى فيه اختزال للصفات الوراسية فالخلية الاثنين نون بتدي خلايا كل واحدة نون اربع حيارات منوية او اربع بويضات كل واحدة نون حلو جدا طيب بالنسبة بالنسبة للامشاك بتنقسم ميتوزي ولا ميوزي لا هي بتيجي من انقسم ميوزي بس ما بتنقسمش لان هي اصلا نون هتبقى اي في حاجة يسمع نص نون لأ فبيحصلها اندماج عند مرحلة الاخصاب حيث تندمج نواة المشيج المذكر والحيار المنوي مع نواة المشيج المؤنث اللي هي البويضة فيعطوا الزايجوت الزايجوت اللي احنا بنسميه اللاقحة اللي بتبقى اتنين نون والزايجوت ده بعد كده بيحصل له انقسم ميتوزي عشان يحصل له نمو ويبقى حاجة اسمها جنين والجنين يبقى طفل والطفل يبقى اي ايه اا يافع وبالغ ومش عارف ايه وبعت يا رجل igg وهو يموت يعني دورة الحياة العادية حلwe جدا يبقى ايزا الخلال الجسدية بتبقى اتنين نون ديها اتنين نون تبقى بالنسبة للانسان يعني ان احنا عملين نتكلم عن الانسان النون دي بكام النون دي في الانسان بستة واربعين كروموسم المتقسمين اربعة واربعين كرومومات جسدية زائد اكس اكس لو لو كانت أنثى أو أربعة واربعين كروموسومات جسدية زائد X Y لو كان إيه ذكر يبقى هنا في حالة الأنثى ودي علامة الأنثى وهنا في حالة الذكر طيب هنا بتبقى 23 كروموسوم اللي هم متقسمين 22 زائد X لو كانت بويضة أو 22 زائد Y لو كان حيوان منوي الحيوان منوي ممكن يبقى كده يعني دي كده حيوان منوي أو بويضة طيب وذية لا لازم أن تكون حيوان منوي تفاهم إزاي طبعا المناسل بتبقى زيها زي الخلال جسدية 46 كروموسوم في الأنثى بتبقى 44 زائد XX وفي الذكر بتبقى 44 زائد XY معلومات كلها جميلة وقديمة وزي الفل يلا بقى نتكلم عن الطرز الكروموسومي بالتفصيل مستعمل حاج أنا هرسم لك شوية طرز كروموسومية وانت تقول لي دي بتاعت مين أولا لما أول ما تبص طبص هو رسم كروموسوم واحد ولا رسمهم اتنانات أزواج لو رسمهم أزواج قلوا معلش دي كده خلية جسدية أو تناسلية تمام ليه لأنها في أزواج ده باسم الله الرحمن الرحيم أنا لسه معاولش أي حاجة بعد كده دوت الزوج رقم واحد الزوج رقم اتنين هتلاقي أصغر شوية لأن احنا بنرتب تنازلي الزوج رقم ثلاث تلاقي أصغر شوية لأن احنا بنرتب تنازلي وهكذا وهكذا هنا مثلا في الزوج رقم سبعة والزوج رقم تمانية مهمين أوي هابقى أرجع لهم تاني النجمة دي مهمة وبعد كده هنوصل لحد الزوج رقم كام المفروض تلاتة وعشرين لا اتنين وعشرين هقولك ليه ده أصغر زوج من الأزواج لأن الزوج رقم تلاتة وعشرين محجوز محجوز للكروموسومات الجنسية كل من أول واحد لحد اتنين وعشرين من الزوج الأول لحد الزوج رقم اتنين وعشرين دي تسمعها كروموسومات مالها؟ جسدية لهمة أربعة واربعين كروموسوم 22 زوج يعني الزوج تلاتة وعشرين حاجة من اتنين يقم اكس اكس في حالة الأنثى يقم اكس واي في حالة الزكر فانا وقص هنا لقيت فيه كروموسوم كبير شوية كده لهو وفيه كروموسوم صغير خالص قلت له كبير دوت عبارة عن اكس والصغير دهو عبارة عن واي يبقى دوت خلية جسدية في ذكر الإنسان مين قال لك اللي هو الإنسان؟ بالرحة بس ليه جسدية؟ لأنها اتنانات لأنها في أزواج ليه ذكر عشان اكس واي؟ ليه في الإنسان لأنه ستة واربعين كروموسوم أو تلاتة وعشرين زوج يعني؟ طيب الزوج رقم تلاتة وعشرين دوت بيخضع للترتيب والله أو لا أفهمك إذا زي بقى؟ الكروموسوم الكروموسوم اكس لا يخضع للترتيب ليه؟ لأنه بحق الله المفروض يقع ما بين السابع والثامن شايفين النجمة اللي هناك دي؟ أهيت دي كده؟ أهي دوت الكروموسوم اكس يعني المفروض بجيحنا بناء الترتيب تنازلي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اكس تمانية يعني بحق الله الكروموسوم اكس أصغر من السابع وأكبر من الثامن تاني أصغر من السابع وأكبر من الثامن حلو؟ يعني لما يجي يقولك الكروموسوم رقم تمانية من حيث الحجم هو رقم كام هو رقم تسعة طب الكروموسوم رقم ستة لا هو رقم ستة عادي سبعة سبعة عادي طب اكس تمانية طب تمانية اكتس عرحل واحد بقى فههم؟ ده من حيث الحاجة لكن قالك بقى عشان ما نلغبطش نفسنا وبتاع بص احنا هنخليهم لأنهم كروموسومات جنسية هنخليهم لوحدهم كده في الآخر ولا يخضعوا للترتيب بس أقول لك الحاجة بصراحة الكروموسوم واي مش مظلوب مش مظلوب ليه؟ لأنه هو الأصغر على الإطلاق فعلا بقى ده ما كانوا الصح في الثلاثة عشرين يعني ده فعلا بيخضع للترتيب عادي عشان كده أقول لك ويبتخضع للترتيب ولا لا قوله بالنسبة للكروموسوم اكس لا لا يخضع للترتيب لأنه مكانه ما يبين السابع والتامن إنما الكروموسوم واي لا والله ما حدش ظلم ولا حاجة هو ده ما كانوا الطبيعي هو الأصغر على الإطلاق أصغر الكروموسوم على الإطلاق هو واي تمام حلو جدا طيب كمان ترس كروموسومي أهوت حطينا هنا قد الكروموسوم الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا لحد ما وصلنا للكروموسوم رقم 22 وبص هنا لقيت فيه كروموسوم عند 23 يلا قولي كده ديت خلية جسدية ولا جنسية قولي استنى يا أستاذ دي خلية جنسية يعني ايه يعني ماشيك يعني يا أستاذ قولك ممتاز عرفت ازاي تقولي لأنها في صورة فردية كل كروموسوم لوح ده انتوات زي الفل أقولك طيب النقطة التانية حتى كده قلنا يا جسدية في ذكر ولا في أنسة استنى يا أستاذ ده الكروموسوم وي صغير خالص ده اصغر من 22 يبقى ده اصغر كروموسوم يا أستاذ يبقى ده اتعباره عن 22 زائد وي يا أستاذ وي دوت لا يوجد إلا في الذكر يبقى لأنه يبقى دوت في ذكر تمام ذكر يعني ايه حيوان مانوي يعني طيب عرفت ازاي عشان احتواء على الكروموسوم وي جميل جدا طيب النقطة التالتة كنا نقول لنا ايه في الانسان ولا في البغبغان لا في الانسان في الانسان هقولك ليه حبيب قلبي تقولي لأنه عبارة عن 23 الانسان هو اللي فيه 46 كروموسوم النون بتاعته 23 اي كائن تاني هيبقى مختلف تمام طيب بص كده على الطرس دوت يالله انت اللي هتجاوبني اهو الاول التاني التالي الـ 22 الـ 23 هتقول لي بحق الله يا أستاذ ده يدخلية جنسية قلت لك يعني قلت لي يعني ماشي قلت لك ليه قلت لي لأنها موجودة في صورة فردية كل كروموسوم لوحده طيب ذكر ولا أنسى قلت لي والله العظيم ما عرفش يا أستاذ قلت لك ايه عمل حاج ما تركز قال لي والله العظيم ما عرفش يا أستاذ والله ممكن يكون ذكر ممكن تكون أنسى قللك ازاي يعني تقول لي يا أستاذ أصل دي عبارة عن 23 كروموسوم 22 زائد X ومن المعلوم ان الذكر اللي هو 44 زائد X لما بيجي يضع أمشاج حيوانات منوية بيدي 22 زائد X أو 22 زائد Y طيب والأنسى اللي هي 44 زائد X بتحط 22 زائد X أو 22 زائد X طيب أنا أستاذ لقيتها 22 زائد X واناش عرفني بقى ان هو حيوانة والله بويضة والله ما عرف اي حاول خالص ما عرفش آه فعلا صح يبديت ممكن يا أم حيوانة وفي ذكر يا أم إيه يا أم بويضة في أنسى الانسان تمام جميل جدا 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 ده بالنسبة للطرز الكروموسومي ويعرفنا في الأول كده تعالى نراجع بسرعة اللي احنا قلناه احنا قلنا تركيب الخلية وركزنا قوي على النواة وان الـ DNA بينسخ إلى RNA ثم يترجم إلى بروتين بواسطة الريبوسوم عشان يظهر صفة وراثية معينة واتكلمنا عن المقارنة بين الجسدية والجنسية والمناسل والانقسام الميتوزي والميوزي كمان وعرفنا ايه هو الإخصاب ويعني ايه زائجت ويعني ايه هيدي جنين بعد كده اتكلمنا كمان عن الطرز الكروموسومي ويعرفنا نحدد ازاي ان كانت خلية جسدية ولا جنسية وبعد ما نحدد جسدية ولا جنسية نعرف ان كانت ذكر ولا أنسة لو لقنا X و Y يبقى ذكر لو لقناها XX ديبقى أنسة أما لو لقناها في صورة فردية فديت خلية جنسية أم شاج لو فيها Y يبقى حيوان منوي ولا شك طب لو فيها X والله يا الله أعلم ممكن يبقى حيوان منوي أو بويضة وكمان قلنا أن الكروموسوم X مظلوم يعيني مرمي في الثلاثة عشرين لكن هو الطبيعي مكانهما بين السابع والثامن إنما الكروموسوم Y لا محدش ظلم هو حق الله يبقى في المكان بتاعه دو اللي هو مرمي في الآخر خالص لأنه أصغر الكروموسومات على الإطلاق ده بالنسبة للطرز الكروموسومي في الإنسان طيب في بقى حاجة في الدرس الأول برضو اسمها النظرية الكروموسومية كلام بتاعها سهل جدا بيقولك أن الخلايا الجسدية بتحتوي على 2 نون أزواج من الكروموسومات أما الخلايا الجنسية اللي احنا بنسميها الأمشاج بتحتوي على عدد فردي اللي هو نون وبيقولك أن عند الإخصاب يعود العدد الكامل يعود العدد الكامل للكروموسومات نون زائد نون يساوي 2 نون حيوان منوي زائد بويضة يساوي زائجة ده كلام قديم يعني بيقولك أن كل زوج مالوش دعو بالأزواج الباقية يسلك سلوكا مستقلا عند الانتقال الأمشاج يعني الأزواج كل زوج من الكروموسومات الزوج الأول الزوج الثاني الزوج الثالث مفيش خلطة بضعة بالصلصلة كل واحد لوحده تمام أيضا وكمان أن كل يقوم يجب عليك للمشغيع الدائرة جذي وطبعا On جزي دائرة وطبعا الدائرة أن يتعام بلات جزي هستونية ٤ مع هذا الدائرة أن يجبлюдد عدد من الجينات عدد من الجينات كل جين على حدة كل جين ينسخ إلى RNA ثم يترجم إلى بروتين واحد كل جين واحد بيدي RNA واحد بيدي بروتين واحد لكن لو الجينات كلها يبقى هتدي RNA هات بروتينات مختلفة كل واحدة مسؤولة عن إظهار صفة واحدة معينة ولو حصل خلل في الجين اكتب عندك المعلومة ده هي خلل في الجين ده معناها طفرة يا جماعة ده اسمها طفرة يؤدي إلى في خلل RNA وخلل البروتين فالصفة يحصل فيها مشكلة يقول لك ده عنده يعيني عب خلقي نازل مثلا عنده ست صوابع في إيديه في ناس بيبقى عندها الشفة مشؤوقة في ناس بيبقى عندها مثلا عظمة زيادة في جسمها وهكذا دي كلها ممكن تكون طفرات في DNA حلو جدا ده بالنسبة للنظرية الكروموسومية يعني في حتة هي مكتوبة في الكتاب بس احنا نقول لها يعني ان نبص كده دوت الذكر 44 زياد XY وهنا 44 زياد XX اللي هي الأنثة هنا دي خلية في الخصية خصية الذكر وهنا خلية في مبيض الأنثة فدوت هيعمل مقسام مايوزي اللي اتنين هيعملون مقسام مايوزي والميوزي يعني اختزال في عدد الصبغيات فبالتالي ده هوت هيبقى 22 زائد Y او 22 زائد X وده هي تتبقى 22 زائد X و22 زائد X فالحيوان المنوي ده لو خصب ديه فهيبقى المجموع 44 زائد XY فهيدي جنين ذكر إنما لو الحيوان المنوي ده خصب ديه فيبقى 44 زائد XX فتبقى الجنين جنين أنثة ويبقى كده اتنين نون مرة أخرى يبقى دي كانت اتنين نون ولكن الامشاج هيت بتبقى نون نون حيوان منوي حيوان منوي نون نون بويضة بويضة الدرس الاول مفوش اي حاجة وحسن المعلومات كلها معلومات قديمة هيا بنا ننتقل الى الدرس الثاني في الوراث انا دخلت تانية في ثلاثة القوانين مندل فيه مبدأ فى مندل اسمه مبدأ السيادة التامة وده المبدأ بتاع مندل الي عحنا هنضمره فى الدرس الجاي حاجة اسمهاالقوانين الا مندلية او الصفات اللامندلية مبدأ السيادة التامة معناه ان في واحد مسيطر في صفة سائدة وفي صفة سامدة محدةто يعني امها متنحية يبقى فى واحدة سائدة واحدها متنحية السائدة هي اللي بتاخد الحرف الكابتل فمثلا لو احنا بنتكلم في الار تاخد الار كابتل ودي تاخد الار سمول تاخد الواي كابتل ودي تاخد الواي سمول الاس كابتل الاس سمول فهمني تمام ولو السائدة والمتنحية اجتمعوا من اللي يكسب السائدة طيب من دل كان بيعمل التجربة بتاعته حلاء بسلة الخضر ودي كلمة مهمة جدا لان ان شاء الله في الدرس الرابع ما نوصل له هنتكلم عن حاجة اسمها بسلة الظهور ودي أسهر حاجة مختلفة بيظهر فيها صفات لا مندلية اسمها الجينات المتكاملة لاحظ بسلة الخضرة هذا هو بيدرس حاجة اسمها صفة لون الأظهر في بسلة الخضرة نحن نتكلم عن قانون مندل الأول أو هناخد صفة لون الأظهر في بسلة telecorop ومش بسلة الظهور لأ ان في عندهم حاجة اسمها صفة سائدة وهي اللون الأحمر هو بيقولك القرموز يا عم احنا لون الأحمر وغلوز وفي صفة متنحية اللي هي اللون الأبيض الأبيض للأزهار معنى كده ان الأحمر أقوى من الأبيض وأكثر ظهورا من الأبيض فبيرمز للأحمر بالرمز R capital والأبيض بنرمز له بالرمز R small والصفة السائدة الأحمر ممكن تبقى R capital R capital أو R capital R small لماذا؟ ممكن ده نسميه فرض نقي R capital R capital فيبقى أحمر طب R capital R small إذا يا أستاذ ده واحد أحمر واحدة بقى حبيبي والله أحمر سائد فيبقى يظهر الصفة الحمراء الصفة السائدة لأن ده اسمه مبدأ السيادة التامة وده نسميه فرض هاجين إنما المتنحية لها طرز واحد بس جيني اسمه R small R small تعالى فهرق لك ما بين شوية حاجات يعني ايه كلمة نقي ويعني ايه كلمة هاجين ويعني ايه حاجة اسمها طرز مظهري ويعني ايه حاجة اسمها طرز جيني نقي يعني اللي اتنين شبه بعض يعني R capital R capital أو R small R small ده كده بنقول عليه السائد عشان R capital نقي وده بنسميه متنحي والمتنحي في عندي مندل بيبقى دائما نقي متنحي نقي شبه بعض إنما الهاجين يعني واحدة غير التانية فده وتسائد ولا متنحة تقول لي فيه سائد وفيه تمنحية ما تقول لي بقى مين اللي بيكسب اه السائد يا أستاذ حالو بيبقى ده سائد جدع بس ما له بقى سائد هاجين حلو جدا الطرز المظهري اللي بيكتب جنبها اللي بتشوفه بعينك اللي بتشوفه بعينك الحاجة الظاهرة على النبات الطرز الظاهر الطرز المظهري هنا اللي هو يا إما أحمر يا إما أبيض ده اسمه الطرز المظهر دي زهرة حمراء ودي زهرة بيضاء الطرز الجيني اللي هو الجينات داخل النواة بتاعت الخلية يعني أر كابتل أر كابتل ولا أر كابتل أر سمول ولا أر سمول أر سمول بص كده هقول لك جملة الطرز المظهري المتنحي يدل بالضرورة على الطرز الجيني أنا بتكلم دلوقتي عند مندل عند مندل في القانون الأول لمندل حد كده يقول لي يعني إيه يا أستاذ الترز المظهري المتنحي اللي هو أصد الله بيد يعني بيدل بالضرورة على الطرز الجيني اللي هو أر سمول أر سمول أيوة بالظبط احلف كده قول والله العظيم أي بسلة خضر عند مندل لونها أبيض بيبقى جواها أر سمول أر سمول حد عنده اعتراض أنا ما عنديش اعتراض أنا ما متفق بصراحة بس بص الجملة الجاية بقى الطرز المظهري السائد عند مندل اللي هو الأحمر يعني لا يدل بالضرورة على الطرز الجيني يعني يا أستاذ أقول لك يعني لو شفت عند مندل من بسلة الخضر ظهر لونها أحمر هل أنت تقدر تحلف تقول لي لا يا أستاذ ما قدرش أحلف لأن ممكن تبقى أر كابتل أر كابتل أو أر كابتل أر سمول فدوات لا يدل بالضرورة على الطرز الجيني وأنا ما معرفش ما فيش عناية مش هتشوف اللي جوه النواة هو أنا بشوف الخلية أصلا وأنا بشوف النسيج عشان نشوف الخلية عشان نشوف النواة اللي جوه الخلية عشان نشوف الكروموسيمات عشان نشوف الدين عشان نشوف جين معين عملي ما هيقدر أوصل بعناي فده مش ظاهر ده طرز في الجينات جوه يعمى أر كابتل أر كابتل يعمى أر كابتل أر سمول طيب يلا بنا بقى ندخل على الكلام اللي مندل قاله في قانون الأول اللي اسمه إنعزال العوامل الوراثية إنعزال العوامل الوراثية نحفظ بقى أول حاجة هيجيب حاجة اسمها بيرونت اللي هم الأباء بي ون اللي هم الأباء في الجيل الأول اللي هيجيبه الجيل الأول لس فجاب نبات أبيض أحمر الأزهار نقي أر كابتل أر كابتل وعمل علامة التزاوج هيجوزه لنبات أو يعمله تهجين يعني مع نبات يجوزه لنبات تاني أر سمول أر سمول أبيض نقي يبقى دوت أحمر الأزهار نقي أو قرمز الأزهار نقي ودوت بيبقى أبيض برضو نقي طيب جاب الجي الجي ليه الجاميطات الجامطات دي بنعمل ايه بنعز العمل وراثية عن بعضها يعني الارض يتروح في نحية وديه في نحية. فالمفروض تبقى وهنا دي الأمشاك بقى. وهنا و ونبدأ بقى نجيب اللي هو الجيل الاول الاول ماى الاول مع الاول اَرَ كَ Lupt rsu subway telefon funciona 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 cui هتقول ما هي فكرة حلوة بقى. ان انت لما تجي تلاقي الاتنين دول زي بعض هننخد واحدة منهم. يعني بص تيجي نحلها تاني بطرية اخرى. هنجيب الار . هتجوز الار نسميهم بي وان. يلا نجيب الان. بص بقى وانا بجيب الان. ايه يا استاذ دلتن زيابعا هاخد منهم واحدة وخلاص وهي هي. طب اذا الاستاذ دلتن زيابعا هاخد منهم واحدة وخلاص ده هي هي. فلما اجيب الان خلاص ار بنسبة مية في المية اظهار. قولي بقى فلا حمراء ولا غيضاء لا حمراء أزهار حمراء أو القرمزية اللون سائدة طبعاً اللون الأحمر والسائد ولكن台灣 ولكن ها ايه هاجينة يمكن بنسبة 100 في المئة أزهار حمراء سائدة هاجينة يلا سنجيب stressed 1 ده كده الجيل الأول. يلا نجيب الجيل الثاني. هنجب بقى يعني إيه الجيل التاني بقى بص بنعمل إيه بنعمل اآ ثلقيح ذاتي لهذه لأزهار الجيل اول لأزهار الجيل الأول يعني مايه تلقيح، هو انتقال حبة اللقاح من الموتوك للميسم من الزهرة للظهرة طب إيه رأيك لو نعملنا شيء اسمها تلقح ذاتي يعني الزهرة تلقح نفسها فلما أقول لك مثلا تلقح ذات الر رسول هتقول لي أيها هتتجوز أيها هتتجوز نفسها الرسول تمام فيبقى الرسول هتتجوز هي هيها الرسول ودول هتنسميهم ايه تعال نقول بس الأسامي بتاعتهم ثانية واحدة ندي نفسنا مساحة ديت أزهار حمراء هاجينة وده برضه ازهار حمراء هاجينة. يلا نجيب جي تو للأسف يا استاذ من شها بعضه. فهتطر نعمل كل واحدة لوحدة عملة التزاوج ال وحده . يلا نجيب ف السابع الا الاول مع الاول 3 الاول مع التاني 3 الاول بس بس البنبدأ ال ما ينفعش بال peg بعدك ادى ا positioning 3 لوا الر Sc تعالي نشوف كده دية لونها ايه ركز معي في النسبة اللي咬 ف الجلونها أبيض وأظهار بيضاء والبيضاء تبقى متنحية والمتنحى دائما نقي أظهار متنحية نقي وهنا أظهار حمراء ودي حمراء الاتنين دولت حمراء ما له بقى حمراء سائدة هل Santiago سائدة بس هاجينة ودي هاجينة أركب الارسمول وديت نقية طب لو نحن نقارن منحيص النسبة النسبة ده هتبقى النزبة 1 الى 3 3 سائد الى 1 متنحل 3 سائد الى 1 متنحل بص معي في النسبة الثانية دية لو احنا هنجيب من نسبة النقي والهاجين هتلاقي ان ده نقي وده نقي والاثنين اللي في النص حاجين تبقى 50% نقي و50% هاجين فهمت الثكرة بس احنا دايما بنشوف الصفة او الطرز المظهري فالطرز المظهري انا عندي 3 لونهم احمر و1 لونهم ابيض فيبقى النسبة في الجيل الثاني الجيل الثاني بنسبة 3 الى 1 يبقى الجيل الاول بنسبة 100% اظهار حمراء سائدة هاجينة كلهم 100% اما الجيل الثاني في مندل النسبة بتبقى 3 الى 1 3 اظهار حمراء سائدة الى 1 اظهار بيضاء متنحية وخلي بالك انا ما قلتش ناقي ولا هاجين لان فيه هنا التلاتة دول منهم اثنين هاجين وواحد ناقي كلام ما فيهوش اي مشكلة خالص تعالوا اقولك كمان مثال مثلا اذا اعتبرت ان صفة طول طول النبات صفة مندلية وبنرمز ليه النبات الطويل بالرمز تي كابتل وهو الصفة السائدة والنبات القصير بيبقى تي سمول وهي صفة متنحية اكتب ناتج تزاوج نبات طويل هاجين مع نبات طويل نقي تحلها انت يلا حلها انت وقول لي النتيجة كده في الكومنتات اكتب في الكومنتات ما تطنش بسم الله رحمن رحيم طيب الجزء اللي بعد كده اللي هو القانون الثاني لمندل وقف الفيديو وحل السؤال اللي فتحه ها دكتورة اسمعي الكلام القانون الثاني المندل اسمه التوزيع الحر للعوامل الوراثي هي الفكرة هنا بقى نفس القانون الاول على فكرة بس بدل ما بيدرس صفة هيدرس صفاتين في نفس الوقت يعني بنعلي الليفل شوي قال لك برضو احنا هنشتغل على بسلة الخضر بس فوق احنا كنا بنشتغل على الازهار دلوقتي هنتكلم على البذور والبذر بتاع بسلة الخضر دي هنتكلم عن حاجتين من حيث اللون ومن حيث الملمس اللون لقينا فيه بذور من بسلة الخضر بيبقى لونها أصفر تمام وده بتبقى سائدة الأصفر لون سائد وفيه بذور تانية لونها أخضر وده صفة متنحية ماشي يبقى الأصفر سائد والأخضر متنحي الملمس فيه بذور ملساء وده صفة سائدة وفيه بذور مجعدة وده صفة متنحية خلاص تعال نسميهم الأصفر مثلا اسمه يلو فهياخد الواي كابتال وسمحنا نكتبها كده والواي سمول هرسمها زيها بالظبط بغض النظر بقى هم تقع الإنجليز بكتابها زي ما يعملش دعو الأخضر هنعملها كده زيها بالظبط بس الثغنامة ماشي الملساء اس كابتال سموث سموث اس كابتال وده هت المجعدة اس سموث حلو جدا قال لك بقى يلا نجيب نبات الجيل الأول هنجيب بي ون هنجيب نبات ركز كده هنجوز مين لمين بي ون الآباء بتوع الجيل الأول لسه هيخلفوا الجيل الأول نبات أصفر نقي أصفر البذور نقي والبذور ملساء نقية البذور صفراء نقية ملساء نقية بذور صفراء نقية ملساء نقية صفراء يعني وي كابتال نقية يعني وي كابتال وي كابتال ملساء يعني اس كابتال نقية يعني اس كابتال اس كابتال دي الحلوة دي أكيد بقى هنتجوز بذور خضراء حد يقول للمقية هديك فشك على طول محتاج تقول للمقية الخضراء كده كده نقية هي الخضراء ايه زي البيضاء كده 100% نقية الصفراء هي اللي ممكن تكون هاجينة ماشي بظهر خضراء مجعدة يعني حاجات صغيرنا خالص خلاص يلا نجيبش جي يلا نطبق اللي احنا ولناه مش اللي اتنين جلزة شبه بعض اخد منهم واحدة بس طب اللي اتنين شبه بعض هاخد منهم اس كابتل واحدة بس الله شبه بعض واي سمول بس شبه بعض اس سمول بس حلوة اوي دي دي كده الامشاج يلا نجيب الافوان الجيل الاول كله هيبقى واي كابتل واي سمول اس كابتل اس سمول طب ايه ده يا استاذ هتقول لي واي كابتل واي سمول ديت معناها ان البزور ده هي صفراء ولكنها هاجينة اه وديت ملساء ولكنها هاجينة بنسبة برضو الجيل الاول بنسبة زي الجيل الاول في القانون الاول مية في المية بزور صفراء هاجينة ملساء هاجينة يلا نجيب الجيل التاني هنعمل بقى تلقيح ذاتي لنباتات الجيل الاول يعني الواي كابتل واي سمول اس كابتل اس سمول هيتجوز الواي كابتل واي سمول اس كابتل اس سمول هال دي شبها دي لا فناخد والواي كابتل المرة مع الاس سمول والواي كابتل مرة مع الاس سمول بعد كده الواي سمول مع الاس سمول والواي سمول مع الاس سمول يبقى دولت عشان الاربعة مختلفين عن بعض فبالتالي جبنا, لقينا اربع انواع من امشاج. طيب تعالنا كده نجيب امشاج y وي كابتل. s كابتل ايص كابتل. دي سهلة او. الاء كابتل. زي بعض هناخد منهم واحدة. الس كابتل زي بعض هناخد منهم واحدة. زي الفل. يبقى في هنا اربع امشاج. هنا فيه ما شيد واحد بس. طيب يلا نجيب. y كابتل. y سمول ايص كابتل. خلاص. دول اللي اتنين شاهدها فناخد مرة مع 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 الجيل الثاني الاباقي اتنين هتتجوز جاهزين يا رجالة جاهزين ان شاء الله يلا نجيب الامشاك بتاعت دي ونحطها كده اهو نجيب بقى الجي تو مع الاس كابتل الاولى مع الاولى بعد كده الاولى مع التانية مع الاس سمول بعد كده الاولى التانية مع الاولى مع واي سمول مع الاس كابتل بعد كده التانية مع التانية واي سمول مع الاس سمول وهم هما هما ده زي ده هنجيبهم برضو بس نكتبهم كده ونضربهم في بعض بقى هنا واي كابتل اس كابتل واي كابتل اس سمول واي سمول اس كابتل واي سمول اس سمول يلا نحسبهم بسم الله الرحمن الرحيم استعانى عشاء بالله واي كابتل واي كابتل اس كابتل اس كابتل واي كابتل واي كابتل اس كابتل اس سمول واي كابتل واي سمول اس كابتل اس كابتل واي كابتل واي سمول اس كابتل اس سمول واي كابتل واي كابتل اس كابتل اس سمول واي كابتل اس سمول واي كابتل واي سمول اس كابتل اس سمول واي كابتل واي سمول اس سمول واي كابتل واي سمول اس كابتل اس كابتل وهنا واي كابتل واي سمول اس كابتل اس سمول ستاشر نتيجة محترم تعالى كده نعمل حركة حلوة اي حاجة لونها صفر هنظللها بلون cyan ،höلا مش باين انن أصفر بلون منصفر number DNA اي حاجée لونها صفر سنعلم عليها بالعمة صفر لابدو فرصانات الرقا obsessed with multipleCHs سواء اصفر نقي او اصفر هاجين او اصفر هاجين وي كابتل يبقى اصفر نقي نقي حلوكن another على السابق يكون س lil JUST fier 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 6 هو أخضر بوظور لونه أخضر وมلساقو مجعدة سوف نرى المالساء ومجعدة سنتقال بطبع اللون باللون الأحمر ستمر إلى ملاساء لن تjeniksi langS مش هنا فيه الس كابتل جابت يطاق كلها ملاساء ملساء ونزل لن يجب بطبع little السكابتل ملاساء من من يجب بطبع little ومن CleanS ملساء ودي كمان ملساء. يتفضلنا في المجاعدة بقى دي كده مجاعدة ودي كده مجاعدة ودي مجاعدة ودي مجاعدة. يا سلام يا ولاد تعال كده بقى انطلع. انا عايز عدد البذور الصفراء الملساء والصفراء المجاعدة والخضراء الملساء والخضراء المجاعدة. يا حلوتك. صفراء ملساء بانا هدور على واحدة فيها اصفر وخط مستقيم. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة هم تسعة عددهم تسعة. طيب يلا ندور على الصفراء المجاعدة. صفراء مجاعدة اهي واحد ادي اتنين ادي تلاتة هم تجمع واحد اتنين تلاتة. يبقى الصفراء المجاعدة تلاتة. انا عايز الخضراء الملساء ادي واحد خضراء ملساء اتنين تلاتة برضو تلاتة. الخضراء المجاعدة ما فيش غير الاخيرة دهيت. يبقى واحد. يبقى النسبة في قانون من دل التاني تسعة الى تلاتة الى تلاتة الى واحد. يا سلام يا سلام يا طيب التسعة دي الصفة سائدة سائدة يعني ده دول يا جماعة عبارة عن ايه سائد سائد الصفراء هنا سائد متنحي متنحي سائد متنحي متنحي عايز اقول لها حاجة بص الحركة الجامدة ديت عايز لها لون بس يبقى ظاهر شايفين ده كله يا جماعة كده لون السامبوكس او السيف اللي في الجنب ده كلهم شابعة وي كابتال وي اسمول اس كابتال اس اسمول وي كابتال احسب لي ناتج تزاوج احسب واكتبها برضو في الكومنتات احسب ناتج تزاوج نباتي بسلة الاول الاول كانت بذور بذوره صفراء هاجينة ملساء نقية مع الثاني بقى كانت بذوره صفراء نقية اه وي مجعدة يلا جوزهم لي كده ويقول لي النتائج اكتبها برضو في الكومنتات وعايزين كده الناس ايه تعدل على بعضها ونشوف من لا هيكتب صح من اول مرة انا خلصت اول درس ايه والله بجد يعني مش عارف اقول لك ايه احنا دلوقتي دخلين على القوانين اللي هي انعدام السيادة او الصفات اللي لا من دليل يلا الدرس التالت الصفات اللي لا من دليل بالمناسبة يا شباب الناس اللي بيسمعونا دلوقتي سواء انت بتسمعني على المنصة وانت طالب بنصة او بتسمعني على اليوتيوب و انت طالب منصة اصلاً بينزلك دلوقتي على المنصة ان شاء الله حل الاختبار اللي موجود في كتاب الامتحان على كل فصل فلو تقدر مسلاً توقف دلوقتي وتروح تسمع الحل بتاع الفصل الاول يبقى جميل عايز تخلص الفيديو كله وتذاكر الوراسة كلها وتسمع هم الوراسة تدروس فصل 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 يعني متقسمين اثنين 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 عايز تخلص درسين وتشوف الامتحان بتاعهم درسين وتشوف الامتحان وهكذا ماشي عايز تخلص الورصة على بعضها وتشوف الثلاث امتحانات مرة واحدة براحتك المهم تستعد الامتحان كويس عشان فيه جواز قيمة فعلا وربنا وفقك وشباب واسمعان كل خير وانا دايما بتعمل مع السنة وقولها ليه لاني بابقى عارف ان ان شاء الله تكمله معانا للاخر فبتتأسسه ان شاء الله طح يعني بس مجهودي ملوش اي ثلاثين نازمة بدون مجهودك فربنا وفقك ويسرلك الحال وانتو عيال زي الفلو والله انا دايما بقول ان اطلبت اولى ثانية 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 اللي بيدخلوا على اليوتيوب ويدوروا على مدرسين ويسمعوا ويتابعوا ويشتركوا في المنصات كمان دول عيال يعني ايه ايه ده 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 من سنة اولى مهتم جدا ده لما يطلع ثالث هيبقى عامل ازاي ربنا بس يصطر عليكم محسدكوش فهيا بنا نبدأ في الصفات اللامندلية الصفات اللامندلية يعني قوانين عكسة الكلام بتاع مندل يعني مندل كان بيتكلم في حاجة اسمها مبدأ السيادة التامة ان الار كابتل بتكسب الار سمول في واحد بلطاجي واحد ضعيف في واحد سائد واحد متناحي اول مبدأ في الصفات اللامندلية حاجة اسمها انعدام السيادة يعني ايه يعني ما فيش كبير انت كبير طبنا كبير انت سائد طبنا سائد ايه يعني لو احنا اللي اتنين دخلنا على واحد مين اللي يكسب مبروم على مبروم ما يرلش والله العظيم دي اختصار انعدام السيادة بالطرق الجواريق مبروم على مبروم ما يرلش بعيدا بقى عن الكلام علمي ولا مش علم بس القصد ايه ان احنا شوفنا نبات اسمه نبات شاب الليل تعال نخلص منه بسرعة شاب الليل دوت في منه ازهار ازهار بيضاء وفي ازهار قرمزية او حمراء قل لك استهن استهن ده بفكرني بسلة الخضر اجيت دي ار كابتل دي ار كابتل ار كابتل ودي دابليو كابتل دابليو كابتل قلت thyira ده هو كله قاله اھو ده مبدأ انعدام السيادة مافيش مافيش حد هنا كبير وصغير كلنا كبار يعني ايه يعني يعني انا معنديش مشكلة فى الار كابتل ار كابتل ار كابتل نقول عليه احمر والدابليو كابتلний اه وايت يا عمل حاج اه بيض انا عندي مشكلة لما يجوز باكبته نجوزوا يالله نبقى نرجع للحتة دي تاني هنبدأ بقى فيه اهو انعدام السيادة في نبات شاب الليل يلا الجيل الاول P1 جبنا نبات احمر الازهار مع نبات ابيض الازهار احمر او قرمزي مع ابيض جوزناهم جبنا الجي 1 يلا صحبي زي بعض صح فناخد اركبتال واحدة زي بعض W كابتال واحدة يلا نجوزهم F1 كلهم ار دابلو يبقى كده ا ايوه هتاعطل هنا بقى ا اول ما تقول ا اعرف بقى في مشكلة هنا كان فيه ار كان فيه كابتال واحدة عند مندل فكنا بنقول كابتال اللي بيكسل هنا كابتال كابتال ايه بقى اعمل ايه قال لك ركز بقى في جملة دي لا يسود اي منهما على الاخر بل يشتركان معا في اظهار صفة جديدة يعني الصفة جديدة يعني الاحمر هيقصر شوية واللابيض هيقصر شوية ويختلطه ببعض حاجة كده زي اليوجو اللي هو العصير اللي قدامي ده المراعي مش مقطعة صحيح بتاع ده هوت بيبقى تحس ان هو لونه هو ابيض اللي هو الزبادي على الفلاولة اللي هي الفلاولة اللي هي لونه احمر فتلاقي اللون بتاعه ايه قرنفولي قرنفولي ده هو ابيض محمر او احمر مبيض انت فاهم قصدي يبقى ده بيسموه لون جديد اسمه قرنفولي اللي هو ابيض محمر او احمر مبيض بنسبة 100% في الجيل الاول انا ملاحظ كده حاجة واستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الجيل الاول دايما بيبقى 100% صح في القانون الاول لمندل كان كله ار كابتال ار سمول صفة سائدة هاجينة في القانون التاني كان كله وي كابتال وي سمول اس كابتال اس سمول سائدة هاجينة هنا كله ار كابتال دابل وي كابتال صفة جديدة اللي هي اللون القرنفولي حلو جدا يبقى دان عدم سيادة طب لما اخزي انا استاذ نقدر نجيب الجيل الثاني اه صحبي يلا نجيب الجيل الثاني طب وعشان نجيب الجيل الثاني نعمل ايه ايه بالزبط احسن يبقى هنعمل هنا تلقيح ذاتي لنباتات الجيل الاول حلو جدا طيب الجيل الثاني هنجيب بي تو الار دابلو مع الار دابلو دوت لون جديد اسمه القرنفولي وده لون جديد برضو اسمه القرنفولي هنجوزهم لبعض يلا نجيب الجيل الثاني مش زي بعض فاضطر الار لوحدها والدابلو لوحدها الار لوحدها والدابلو لوحدها يلا نجيب الاف تول جيل الثاني ار 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 دابلو ار دابلو 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 تمام الار ار ديت اظهار حمراء وديت اظهار قرنفولية اللي هي صفة جديدة انما ديت صفة احد الابوين مقصدش الابوين دهو الاقصد الاثنين الاولانيين دهو صفة الاب الاولانيين خالص وديت برضو اظهار بيضاء لصفة احد الابوين الاولانيين خالص يبقى بنسبة واحد الى اثنين الى واحد واحد صفة احد الابوين اثنين صفة جديدة واحد صفة احد الابوين الاولانيين وديبقى دوت مبدأ اسمه انعدام السيادة مبروم على مبروم مايرلش لم تتكسب ولا نكسب ولكن احنا الاتنين نشترك مع بعض في إظهار صفة جديدة الكلام ده برضو في حاجة اسمها الدجاج الأندلسي ياللهت ورقة وألم وحل معايا السؤال ده إذا علمت أن الدجاج الأندلسي يتبع مبدأ انعدام السيادة في صفة لون الريش فمثلا الريش الأسود بيبقى بي كابتل بي كابتل والأبيض بيبقى دابليو كابتل دابليو كابتل وفي صفة جديدة اللي هي الريش الأزرق بيبقى بي دابليو احنا عايزين بقى احسب ناتج تزاوج كل من عندنا مسألتين المسألة الأولينية دجاجة بيضاء مع ديك أسود رقم اثنين دجاجة بيضاء مع ديك أزرق يلا رقم ثلاثة بالمرة دجاجتين دجاجة زرقاء مع ديك أزرق حلو لدن يلا حلوم واكتب لي النتيجة في الكومنتات تحت بالمناسبة شباب يعني ساعدونا برضو ان الفيديو ده تيوصل لعضل أكبر من الناس الموضوع موجود طرام موجود على اليوتيوب يعني ومجاني فنسى الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العمل ونتشارك الأجل مع بعض يعني أنا أخد أجل وانت أخد أجل وافتكروا دايما والدتي الله يرحمها وجدي بالرحمة يعني كلام ده صلقة جارية عنهما طيب بسم الله الرحمن الرحيم في بقى أكتر حتة فيها شرح ولكن دلوقتي سدقني هنوصل للمرحلة بقى ان الموضوع بقى ايه زي زك السكينة في الجاتوه السكينة في الحلاوة الدنيا سهل خالص اللي هو فصائل الدم وعامل الريزس تعالي درس الأول فصائل الدم بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة فصائل الدم عبارة عن نياب تحمل على الكروموسوم التاسع الكروموسوم التاسع خد بالك ممكن يسألك على سؤال ابن نزينة يقولك تحمل فصائل الدم على الكروموسوم رقم كذا من حيث الحجم هتقول لي التاسع أستاذ ما احنا مدرات التنازلية ولا ما هو انت عارف ان الاول التنازل السابع اكس التامن التاسع فالتاسع ده ترحل مرحلة بقى العاشر من حيث الحجم يعني بص بص دي حتة جده لعلى الأوائل العاشر من حيث الحجم لأن الكروموسوم اكس أكبر منه سلام طيب عندنا حالة اسمها تعدد بدائل وحالة اسمها سيادة تمة ايدي يا أستاذ؟ مش السيادة تمة دي بتاعت مندل وعندنا كان حاجة اسمها انعدام سيادة ازاي يعني اقولك يا صاحبي تعدد بدائل دولت لأن بيبقى عندنا ثلاث اختيارة بنختار منهم اتنين فانت بتختار اتنين وتسيب واحدة ففي بدائل فممكن تختار جين اسمه ايه وبي و او تاخد اتنين منهم ايه 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 او 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 بي بي يعني تاخد اتنين فهمني؟ يعني كان بقى الاتنين دول ايه وتسيب واحد زال فل السيادة تمة حيث ان الايه وبي يسودان على او يعني الايه والبي دولت اقوياء سائد سائد وده يعني متنحي او سائد سائد متنحي طب ما ده سيادة تمة في حاجة بتكسب حاجة او بس في نفس الوقت ايه وبي سائد وسائد مبروم على مبروم ما يرلش لا يسود اي منهما على الاخر ايه دكتر ابن يعب يحصل ايه بل يشتركان معا في اظهار صفة جديدة اسمها ايه بي فصيلة الدم ايه بي بص بقى الجدول الجوهري اللي جاي دوت اللي هيلخص لك الدنيا كلها اسمح لك اكتبه في صفحة جديدة طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز اكتب نهو حاجة اسمها الجينات الجينات حلو اوي وبعد كده هكتب الطرز الجيني حلو اوي بعد كده هكتب الطرز المظهري اللي هي يعني يعني فصيلة الدم الفصيلة بعد كده هكتب حاجة اسمها شكل كرات الدم الحمراء بعد كده في حاجة اسمها مولدات الالتصاق يا سلام بعد كده في حاجة اسمها الاجسام المضادة يا جماله حلو جدا والله يعني بص انا كدت عايز اصغر الدنيا شوية عشان عايزين نزود حاجة هناك كده هوا كمان حلو دي حلو ده حلو وهنا التخصر لا عايزين نصغر كمان شوية اولاد انتوا عاركوا حاجة؟ ماركوش حاجة صح؟ منورين والله اهو حلو اوي التخصر مع انتي ا وهنا التخصر مع انتي بي يلا بينا نكتب الجينات والله يا اما ايه يا اما بي يا اما او بتحمل على الكروموسوم التاسع الطرز الجيني انت هتورس اتنين يا اما تورس اي 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 يا اما اي او يد PG بي يا اما تدرس AB يا اما تدرس او يا اما تورس او الémie ايه اكيد ايه طبравArt ايه او الاسود علي الان يقينا الآن دي سيادة تامة يبقى ايه برضو يبقى الانتين هما تبيندو نفس نوع لفاصيلته الدم اللي هي why طب ال الطب الوجعد او الاثنين اصلا ضايقين مع بعض فيبقى فيه صفا اسمها hu حلو جدا تمامي بدول اربع فصائل من فصائل الدم شكل كرات الدم الحمراء بصمعي دي كرات دم الحمراء هو المفروض يعني تبقى مرسومة كده لان هي بتبقى مقعرة من الجانبين بالشكل ده وانا مش فاضي فهعمل كده قول ايه نسخ ولصق يلا يا ولدي لصق اهيت اهيت لصق ادي اربع كرات دم حمراء تعال نشوف بقى شكلهم المفروض يبقى عامل ازاي او احنا بنحدد على اي اساس يعني بيبقى في حاجة عليهم اسمها مولدات الالتصاق مولدات الالتصاق شبه الفصيلة زبد نفسه يعني لما يبقى فيه فصيل دم ايه يبقى مولد الالتصاق اسمه ايه لو بيبقى مولد الالتصاق بي ايه بيبقى الا والبي طب الا guarعة او يعني زيرو زلبطة يبقى مفيهاش خالس مفيهاش طب مولد الالتصاق ايه مثلا مثلا هنرمز له بالرمز المسلس ده اهو طب ال-B هنرمز له بالرمز الدائرة يبقى ال-A مسلس وال-B-A دائرة تعال نشوف دي هدي بعملها ازاي عليها A مولد الاتصاق A مولد الاتصاق B ديت AB عليها ال-A وكمان عليها ال-B طب هنا ظلبت أرعى معلاش اي حاجة خالص الاجسام المضادة عكس مولد الاتصاق بمعنى ان لو انت عندك هنا مولد الاتصاق A يبقى عندك حاجة اسمها أنتي B ال-B دوات جسم مضاد بيقى على شكل حرف Y كده بص شايف الحتة دي كده هي مدورة بص بص معاي الحتة دي مدورة ولا مسلسة مدورة يا أستاذ يعني ينفع تمسك في المسلس لا حلوة أوي الحمد لله أصلي مصيبة يا لهو ده مصيبة مصيبة عويصة لو ال-A مسك في ال-A هيمسكه في بعض هيحصل حاجة اسمها تخصر للدم تجنط والإنسان يموت فما ينفعش واحد يبقى عنده مولد الاتصاق والجسم مضاد بتاعه هيمسكه في بعض فانا عندي A بس عندي B مايمسكهش في بعض طب انت بفاصيلة دمك B يبقى عندك أنتي A أنتي A والأجسام مضادة بتاعتك تبقى عامل كده بس هناش على شكل مسلس تمسك في ال-A ما تمسكش في ال-B طب هنا أنا عندي ال-A وال-B ماينفعش يا حبيبي عندك مولدات ما عندكش أجسام مضادة خالص لأنه هو الأجسام مضادة نوعين إما أنتي B طب ما أنت عندك ال-B هتمسك فيه إما أنتي A طب ما أنت عندك ال-A هتمسك فيه لا يبقى ما عندكش أجسام مضادة خالص طب هنا يقولك لا عادي انت ما عندكش حاجات خاف عليها هبصة كده اللقرع ده ظلبتها أي جسم مضادة هي جيمسك هتزفلت من على دماغه فايبقى عنده الاتنين عادي عنده ال-N-T-A وال-N-T-B لأن ما عندهش حاجة يخاف عليه ما عندهش حاجة يخاف عليه طيب التخصر مع-N-T-A التخصر اللي هو تجلط الدم بص كده معاي لو إحنا حطنا-N-T-A هيمسك مع-A يبقى هيحصل تخصر طب لو حطنا-N-T-B فيهنا-B لا مش هيمسك فما يحصلش تخصر ثاني يا جدعان يعني لو إحنا جبنا فصيلة دم واحد جبنا منه نقطة دم هو 1 فصيلة دم و-A خدنا منه نقطة دم قادي نقطة الدم بتاعته هيت هناخد منها الكرة الدم حمراء ونرسمها لأن عليها مولد التصاق اسمه-A حطنا لها إحنا-N-T-A يا لهوي حطنا النار جنب البنزين هيحصل تخصر هيتجلطه طب لو إحنا حطنا لها-N-T-B لا مش هيتلاقي حاجة يمسك فيها فمش هيحصل تخصر سهلة طيب هنا بقى العكس حطنا-N-T-A لا هو عنده-B مش هيتخصر طب حطت ال-N-T-B يا لهوي النار جنب البنزين هيتخصر طب هنا حطت ال-N-T-A هوا هيمسك هيتخصر طب مع ال-N-T-B هيتخصر مع ال-N-T-B طب هنا لا ما عندهش حاجة لو حطت له-N-T-A أو-N-T-B مش هيمسك في حاجة فمش هيتخصر في ال-N-T-B إيه ده؟ وإنت ده تحديد نوع فصيلة الدم فصيلة الدم الله يا أستاذ ده إيه الجدول الجامد ده ده أنا هكتبه دلوقتي وارسمه وكتبه مرتين تلاتة ده فيه كل المعلومات ده فيه كل الدرس يا راجل آه الله شايف ده والتعدد البدائل عندك التلات جينات ال-A وال-B وال-O بتقول اسمينهم اتنين فعندك حاجة اسمها ستة طرس جينية تمام وعندك أربع طرس مظهرية الستة طرس جينية A-A-A-O B-B-B-O A-B-O-O ال-A-A وال-A-O A ده طرس المظهر بتاعه ال-B-B وال-B-O B طرس المظهر بتاعه ال-A-B لا يسود اي منهما على الاخر بل يشتري كان فيه ظهار صفة جديدة اسمها A-B طب ال-O O الاتنين مدنحية مولد الالتصاق بيبقى موجود على كرة الدم الحمراء تمام وبيشبه اسم الفصيلة يعني ال-A عندها A وال-B عندها B ال-A-B عندها ال-A وال-B ال-O قرعة معليهاش حاجة خاص الجسم المضاد ده عكس مولد الالتصاق فاللي عنده ايه عنده B واللي عنده B عنده A طب اللي عنده الاتنين يخاف فمعندوش اي حاجة من الاتنين انما هنا معندوش حاجة يخاف عليها اقرع ظلبطة اي حاجة هنحدفها عليها عشان تمسك فمش هتمسك حال فما نخافش معندوش حاجة يخاف عليها فعنده الاتنين طب ما نحسنا التخصر سهلا بقى لو حطينا هنا اصل ديت نعمل إيحما مش عارفين فاصيلة دمك دي فاصيلة دم مجهولة بنعمل نجيب NT we Unt anti bi ونعمل 4 ونعمل التجربة عندنا اربع احتمالات الي احتمل رقم واحد انه يحصل تخصر هنا وما يحصلش هنا الي احتمل رقم اثنين يحصل هنا وما يحصل هنا الاحتمال تالت يحصل في الاتنين اله عنده شئ اتخسر معИه معنى كده ان عنده ايه وما عندوش بي هنا عنده بي وما عندوش ايه وانا عنده الا에 والب هنا معاندوش ولا اي ولا بي صح طب اللي عنزه ايه فقط يبقى فصلة الدمه ايه طبالال asynchronous طبالليعنده الايه والبي بقى فصلة الدم ايه بي طب اللي معاندوش خالص يبقى فصلة الدم ايه الله ده ايه الحلوة دي طب ايه اصلا او اصلا ا Whatever انقل الدم بيدتم ايسال take a makeup نقل الدم بكل بساطه انا عندنا فصلت الدم ايه و B و A B و O كل فاصلة بتدي نفسها ده منطقي جدا يعني يعني كل فاصلة بتدي نفسها يعني ال A بتدي ال A وال B بتدي ال B وال A B بتدي ال A B وال O بتدي ال O ما منطقيه ما أسرة مع بعضين بعد كده ال O قمة ديت معطي عام بنسميها معطي عام قمة الكرم و قمة عزة النفس او الله يعني بتدي الناس كلها ما بتقولش ال A B تدي ال A B خد يا حبيبتي خد يا B خد يا A B بتقولش لا قمة الكرم و قمة عزة النفس ما بتمدش ايديها لحد غريب ما بتاخدش غير من اخوتها تمدش ايديها لحد غريب بص ال A B مستقبل عام شحاتة قمة الشحاتة شحاتة و قمة الشحاتة و قمة البخل جلة يعني تقول لي ما بتجيبي يا A هات يا A بقولك يا B انا عايزها شوية يا O يا A هات شوية تاخد من A وتاخد من B وتاخد من نفسها وتاخد من U تاخد من الناس كلها و متديش غير نفسها بخيرة جدا قمة البخل و قمة الشحاتة بت correspond من الناس كلها تمام تمام حلو قو تعال بقى فهمك حط بص يا صاحب ركزوا معانا الله يكريمكم ركزوا معانا هو لو واحد معطي معطي يعني ده المتبرع بيتبرع بقى ده بنص لتر دم بكيس الكيس بيبقى نص لتر تقريبا وده مستقبل المستقبل ده يعني دمه قد ايه؟ دمه مثلا خمسة لتر هو قد دم من خمسة لستة لتر قول ان هو فقط لتر يعمل حاجة من الستة اتفضل عنده خمسة لتر دم حلو ده فصيلة دمه ايه؟ مثلا فتعال نسم قرات الدم الحمراء عنده اهوت وعليها المولد الالتصاق ايه؟ ركز بقى وعنده انتي بي عنده كم لتر انتي بي؟ عنده خمسة لتر خمسة لتر انتي بي بيبقى عامل كده مدور ومستني اي حد يلمحه طيب لو احنا ادنه المتبرع ده فصيلة دمه ايه؟ اكتب معي عشان انا همسح دي كزا مرة فلو عايز تكتب الحتة دي اكتبها معي اهوت هيبقى شبه ده بالضبط يعني هاخده كده اهو اهو واعمل نسخ واجن اهوت واعمل نسخ ايه ده طب ما احنا شبه بعض دي شبه دي ودي شبه دي مفيش حاجة هتمسك في حاجة عندك انتي بي طب انا ما عنديش بي مش هتضرني يعني ولا انت هتضرني ولا انا هدرك ولكن بص بقى المصيبة بص المصيبة ومتوهش الله يكرمك اسمحلي بص رجعها انا هقول دي فاصيلة الدم بي المتبرع بي دي كده مصيبة لان البي ماينفعش يديل ايه طب ليه يا استاذ ماينفعش يديل ايه ركز معايا اولا مولد الالتصاق هنا هيبقى ايه هيبقى بي مش ايه طب وهنا هيبقى انتي انتي ايه مش انتي بي طيب ده قد ايه ده نص لتر بس نص لتر نص لتر مولد الالتصاق اا اصدي انا اسف نص لتر مولد لصاق ونص لترا مرضى متضاطة هو مين اللي بييخاف من مين، الكبير يخاف من الصغير ولا الصغير يخاف من كبير، الصغير يخاف من كبير ركز�로 احنا خايفين علا الدم دا مثل. احنا خايفين علا دم المتبرع، مش خايفين عالمتبرع هو المتبرع عيدي الدم ويروح احنا خايفين علا كيس الدم بتاعه دا لما يدخل الجسم دي جول الراجل بقى تخاف دلوقتي ان فيكيس دم داخل على جسم المستقبل وهذا المريض المريض عنده خمسة لتر دم ومستنين لنص لتر داخلهم دول يعني قدوهم عشر مرات خايفين على دول بقى النص لتر دول داخلين جوا من اللي بيدرب الأجسام المضادة ده هاي هتضرب ده هاي يبقى احنا خايفين على دم المتبرع من من الأجسام المضادة بتاعة المستقبل أصلا يعني دول خمسة لتر ودول نص لتر يعني قدوهم عشر مرات فدول هيمسكوا دول ينفخوهم الأجسام المضادة بتاعة المستقبل هتدمر الكرات الدم الحمراء بتاعة المتبرع وتعمل تجلط للدم طب أستاذ هو مين كده اللي دمه تجلط المتبرع هيبقى مين اللي هيموت المتبرع لا يا ناصح المستقبل ما هو الكلام ده حصل فين جوا جسم المستقبل جوا جسم الراجل العيان في الراجل عينه ولا يحصل له مشكلة والدم هيتجلط وقوه عكيته الدموية وممكن يموت المتبرع ده هو ماشي خلاص تمام هتقول لي بقى أستاذ أنا في حتة كده مش فهم اقول لك يا صاحبي اني فاهمه لك ايه المشكلة قلت لي لو كان المستقبل يعني ها المستقبل فاصيل الدم هو ايه قلت لي يعني هايبقى عنده ايه يا أستاذ يا ابني ما لسه لهاك فاهم قلت لي يعني هايبقى عنده انتي بي يا ابني انت عبقى نفس الكلام اللي اصبر يا أستاذ انا عايز بقى المتبرع او غلاeties اmontى الوالمشكلة لهاك فاهمه المتبرع صح وعلتي او عنده ايه والعنده اعنده بي قلت له ه اه ال�uminую او اقول لي بس المشكلة بقى انه هاو استاذ عنده الانتي ايه والانتي بيه يا ناح اصدحت قلتنى يا اصاح بي بالراحة كده هو المتبرع ده بيادينا كده خلص لتر قلت له ايه نص لتر والمستقبل ده دموقة ده تقريبا موديه خمسة لتر. خمسة لتر. قلت لك ايه المشكلة يعني? قال لا استاذ مش انت بيقول لي يعني ان الاو ده هو معطي عم. قلت لك اه. قلت لي يعني ينفع من الاول ايه? قلت لك اه صح ينفع عادي. قلت لي طب كيف هيحدث ذلك يا استاذ? لما اخذ يعني انا بفكر. انا بفكر ما بقولش ايه حاجة. والواد فاكر نفسه تركوك يعني. وانا قاعد مستنى معارف السؤال اقول. انا بفكر ايه يا استاذ? ازاي يعني يا استاذ? الانت ايه? مش هتدمر الانت ايه ما هيبسجه في بعض ايه. قلت له يا ولا. بقى انت عايز نص لتر. يضربوا خمسة لتر. النص لتر دولة الاجساء المضادة دولة لما بيدخلوا في دم المستقبل بيتوهوا. كأنك جبت شوي تلات عيال. تلات عيال. ومسكتهم مسدسات خرز. وهمت غير حطتهم في مول. قلت لك الحق هيسدوا المول كله. ولا اي حاجة. هيحصل لهم تخفيف. فبالتالي مش خايفين. الخمسة لتر دولة اللي همت. اللي هم عندهم الايه. يبصوا لانت ايه. طي عبيت يا حبيبي. هل انت عبيت? انت عايزت? لا طبعا ما اتضرنيش عمرك. عمرك ما اتضرني. تمام? يبقى يحدث تخفيف. تخفيف دولة كأنك جبت معلقة ملحة تطف برميل المية. معلقة الملحة هتحدى المية؟ هتحدى البرميل المية؟ لا طبعا. يحدث تخفيف لكمية الاجسام المضادة القليلة في دم المستقبل فلا تضره. يا سلام. ايف التطبيقات. تطبيقات على نقل الدم. اول حاجة نقل الدم مهم علشان منع الامراض. يعني مش اي واحد معد كده في الشارع اللي نقول له تعالى هاتت شوية دم اتبرع لنا بالدم عشان نبديه للراجل دوت. لا لازم ان نعمله تحليل اول. ربما يكون عنده مرض ينقل المرض دوت للراجل التاني يموته. يبقى احنا بنبهدر الدنيا يعني. يبقى منع الامراض. المزمنة زي فيروس بي وفيروس سي. وفيروس الايدز. الفيروس بي و سي دولت بيصيبه الكبد. فيروس الايدز ده بيصيبه المناعة. يبقى دول في الكبد. ودول في المناعة. فزي ما قلنا مش اي حد معدي يناخد منه عين الدم. وكمان ان احنا بنخاف بقى من نقل الدم الخاطئ منحس العينات. يعني لو واحد مثلا اي نقل لبيه او بي نقل معطي عام مش مستقبل عام فما ينفعش. فدية تساعتها بقى بيحصل اعراض كتير زي رعشة وزرقة في الجسم وضيق في التنفس وحاجات كتير قوي ممكن في الاخر تسبب الوفاة. تمام جدا. الاهمية الاهمية بتاعة فصائل الدم او معرفة فصائل الدم يعني تلات حاجات. اول حاجة اهمية قضائية. ودية تعالى نرغي فيها شوية. او نخلص من الاتنية التانية اول. رقم اتنين اهمية طبية. اللي نسا الها لك الوقت حديث فصيلة الدم وخلوها من الامراض قبل النقل. ورقم تلاتة اهمية علمية عشان دية بتساعد في تصنيف الكائنات الحقيقة والعلاقات التطورية ما منهم. الاهمية القضائية بقى ركز كده فض. فض. المنازعات في النسب. بمعنى عندنا طفل. الطفل ده هو تلاقينا فصيلة دمه او او. وفي عيلة اب. وام العائلة الاولى بتدعي نسب هذا الطفل ليها ده ابننا. والعائلة الثانية العائلة الثانية برضو بتدعي نسب هذا الطفل ده برضو هنا ام وهنا اب. بنشوف فصيلة دم الام هنا لقناها او. وبفاصيلة دم الاب اب. هنا لقنا الراجل دوت او الام دي او او او. والاب ب او. تعال نشوف كده دولت ممكن يخلفوا ايه هو الطفل يا جماعة الطفل. او او. لو دول اتجوزوا ادل بيرانت. يلا نجيب الجي. ال 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 نجيب الاف بي بي ايه اللي هي ايه بي يعني بي او 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 اه احتمال فعلا هناك احتمال لانجاب هذا الطفل يبقى هو غالبا ابن العائلة الايه التانية دول ممكن يخليفوا او 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 بي او او ايه بي حلو جدا بس انا عايز اقول لك جملة كده انا هنفي هنا بنسبة 100% مش ابن العائلة الاولى 100% وانا متأكد نفي النسب بنسبة 100% ولكن هل هو اثبات بنسبة 100% لا انا قلتلك هنا ممكن هناك احتمال لانجاب يخليفوه بس ايه الفكرة في ايه هو الودة واد ابن حد فيه اتنين بيقول وده بيقول ابني وده بيقول ابني مش دول خلاص يبا غالبا دول غالبا ما بقولش اصل لا قدر الله ممكن تلاقي كمان شوية عائلة عائلة ثالثة جاءتول لها على فكرة بقى الودة ابننا نقول لهم لا هو 100% ابن دول وانا اشعرفه تعال نشوف العائلة التالية الثالثة لقينا العائلة ديت او او واي او يا حلوى تعال نجدن اجيب الامشاج يقول وحدها لان اللي اتنين شرى بعض يعال هتتجاوز ان Lö cold & ha اقل وحدها ينهارى بيض ده ممكن يخلفو ايه O وهو؟ يعني ايه او صح هناك احتمال هناك احتمال انه يبقي ابن العائلة الثالثة بل الاحتمال هنا اقوى كمان برضو مش بنز به هنا الاحتمال بنسبة 25% or efectم 50% او دول عندهم احتمالات لانجاب طفل او او بنسبة خمسين ودول بنسبة خمسة عشرين في المية يبقى هو ابن مين الله اعلم ما حدش يعرف فاهمني فهنبدأ بقى نلجأ لتحليل دي اني يبقى هنا بننفي بنسبة مية في المية ولكننا ما استطيع الاثبات بنسبة مية في المية حلو جدا 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 الحتة ديت يلا بقى نخلص من حاجة اسمها عامل الريزس عامل الريزس دوت اول ما اكتشف اكتشف فيه كائنات شبه الارود او نوع من انواع الشمبنزي فسموه على اسمها ر اتش يا اما موجب يا اما سالب ودول بيبقى عبارة عن ست جينات او ثلاث ازواج يعني ثلاث ازواج من الجينات حلو ده يعني عندنا تعدد بدائل لا لا يعتبر تعدد بدائل طب ليه يا دكتر لان انت بترثهم جميعا كده كده كلنا عندنا التلاث ازواج امتى يبقى الشخص موجب متى متى يكون موجب ومتى يكون سالب يكون موجب لو عنده زوج واحد موجب حتى لو الباقي سالب يعني لو واحد موجب والتاني موجب وده سالب او التلاث موجب او واحد بس موجب ده كله موجب طب امتى يبقى سالب لازم التلاث يبقى سالب فهدية صعبة قوي ان انت تجمعهم شوف ده سهلة جدا ده كفاية واحد موجب بس يبقى موجب عشان كده 85% من البشر موجبي عامل الريزاس و 15% بس هم اللي ايه سالبي عامل الريزاس اهمية عامل الريزاس في نقل فصائل الدم بصي عم الحاج السالب بيعطي السالب وبيعطي الموجب وليس العكس يعني الموجب بيدي نفسه بس الموجب بيدي الموجب والسالب بيدي السالب والموجب استنى انت تقصد كده ان الو سالب الو بص كده كلمة او فهتدي الا والبي والاب والو لانها معطي عام طيب كلمة سالب هتدي السالب وتدي الموجب عادي وتدي السالب وتدي الموجب عادي واللي هنا تدي السالب وتدي الموجب عادي وتدي السالب وتدي الموجب عادي يا ابني اللي زين ده بيدي كل فصائل الدم ده المعطي عام بجد بقى ده المعطي العام الحقيقي بص هنا او موجب بتدي مين كلمة او تخلينا وطلع اربع عسو وكتب او بي وابي و او سهلة تمام بس دي موجب بتدي الموجب بس يعني لو واحد او سالب الاو ما يديهوش لا ما يديهوش الموجب ما يديش سالب ده يدي الموجب فاهمني او يدي نفسه انما الموجب ما يديش السالب طيب انا هحلي بي steamed لي كمان مسئلة واددك كمان مسألةنت هاني لو واحد فاصيل دامه ab موجب يدي مين هتقولي اب قمة البخل ما يديش غير نفسه عشان الموجب تدي الموجب ينفع يدي اب سالب لا ماينفعش طيب اب سالب يدي مين هتقولي هبص الاول عد. ab مبيديش غير نفسه السالب يدي الموجب ويدي السالب كمان واحدة الـ A سالب هتقول إستنى أفكر في الـ A الـ A بيدي نفسه وبيدي الـ A-B لأن ده شحات بيشحط من الناس كلها السالب بيدي السالب وبيدي الموجب كمان حلوة قوي طب يلا قول لي كده الـ B الموجب يدي كم فصيلة واسمهم ايه دي حلقة واكتبها في الكومنتات يلا والـ A-B السالب يدي كم فصيلة أنا نسا كتبها فوق أصلا حلوة قوي المشكلة بقى بتاعت الحمل الحمل مشكلة الحمل مع عامل الريزس بص يا صديق المشكلة كلها بتحصل لما تكون الأم R-H سالب والطفل او الجنين R-H موجب دي كده مشكلة مصيبة طيب ليه مصيبة هقول لك كمان شوية بس اخد بالك ان لو هي سالب هو سالب زي الفل مفيش مشكلة لو هي سالب هو موجب قصدي انا اسف لو هي موجب وهو موجب برضو زي الفل لو هي موجب وهو سالب زي الفل المشكلة كلها ان الأم مالها سالبة والابن ماله موجب اي مشكلة اي حاجة تانية مش مشكلة طيب تعاني فهم بقى ليه مشكلة طوال فترة الحمل ده الرحم بتاع الأم نعرف التركيب بتاعه بالتفصيل ان شاء الله في ثلتة ثنة وده هنا جسم الأم وكرات الدم الحمراء بتاعتها سالبة يعني متعرفش يعني ايه المشيمة اللي بتفصل ما بين الجنين ده عطريسة هوت في بطنها ده الجنين وده الحبل السري وفيه بقى غشية حوالي الجنين مش موضوعنا الجنين ده هوت موجب طول فترة الحمل لا يختلط دم الأم بدم الجنين الحمد لله فبالتالي مفيش مشكلة بتحصل ولكن عند الولادة المشيمة بتتقطع فينتقل فينتقل جزء من دم الجنين الأر اتش موجب إلى دم الأم اللي هي أر اتش سالب الأم دلوقت تعال نشوف الأم عاملة ازاي الأم اللي هي مكادش تعرف في حياتها حاجة اسمها ار اتش مهي سالب يعني ما عندهاش متعرفهوش فجأة شايفت ار اتش موجب فهي بتقول بص كده الأم جهاز المناعي بتاع الأم بيبص ده كده جهاز الأم المناعي بيبص يقول يالهوي الحقوني ايه ده عفريت 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 وبدأ يقول يالهوي ونزل بس هو بينزل كده أم جاي حدف شوية دم من دمه لأمه أمه بقى هتقعد ثلاثة ايام عملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم بص كده على البتاع ايه ده ثم تقوم بتكوين أجساما مضادة ضد الرحيم ضد شوية ده دم من الجنين الأول انتقل إلى الأم عند الولادة كأنها قنبلة حدفها قبل ما ينزل فالأم بدأت تكون له أجسام مضادة هيت هنفترض مثلا الرحيم شكله مربع يعني كرة الدم الحمراء هيت وعليها الرحيم دلوقتي مربع هو ده الرحيم موجب هي الرحيم سالب يعني ما تعرفش أصلا حاجة اسمها كده فلما شافت الرحيم موجب بدأت تكون له أجسام مضادة الواد الأول يقولك الحمد لله نفلت المصيبة فين بقى عند الحمل الثاني ده الجنينة هو تقعد بينام هنا وديه المشيمة وهنا الأم بس الأم دلوقتي اللي هي الرحيم سالب للأسف الأسيف بقى عندها عندها يا ولدي عندها أجسام مضادة انت 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 اله موجب مصيبة لأن الأسف الأجسام المضادة تستطيع تستطيع عبور المشيمة فتذهب للجنين الثاني الجنين الثاني وتقوم بتدمير كرات الدم الحمراء فيحدث تخصر لدم الجنين الثاني وقد يموت أنيميا قد تسبب الوفاة يبقى هلو الطفل الأول بيحصل له حاجة؟ لا الطفل الأول هو اللي بدأ المشكلة أثناء الولادة طول الولادة كلها ما كانش في أي مشكلة المشيمة بتفصل دمه عن دم الأم والأم ما تعرفش أصلا اللي بيحصل جهة في بطنها الاثنين مفصلنا عن بعض بعد كده عند الولادة المشيمة تتقطع ففي شوية من دم الجنين بيروح لدم الأم أهم شوية من دم الجنين هيروح لدم الأم اللي هم الRH موجب ده سمي واحدة الRH موجب ده بتاعت الجنين انتقل للأم عند الولادة فالجهاز المناع الأم قال يالاهوي الحوني عفريت ثم تقوم بتكون أجسام مضادة هيت ضد كرات الدم للحمراء ده بس الجنين الأول فلت الجنين الأول فلت من أمه بس دلوقتي عندها قنبلة موقوت اسمها الRH موجب الجنين الثاني هو في بطن أمه للأسف الأجسامه ضده بالتحديد ده هي بتستطيع عبور المشيمة فتعدي من دم الأم للجنين الثاني وتلمحه فتمرجحه وتكسره كرات الدم للحمراء بتاعته تجيب له أنيمية حادة ممكن تسبب الوفاة ده كده بالنسبة لموضوع الRH قل لي كده عايزك تقول لي مسألة أبوان لكل منهما فصيلة دم فصيلة دم تختلف عن الآخر قام قام بإنجاب بإنجاب أربع أطفال بكل منهم فصيلة دم مختلفة عن الآخر إزاي دي فكر لي كده قل لي الأب فصيلة دمه إيه والأم فصيلة دمها إيه والعيال الأربعة فصيلة دمهم إيه في اتنين منهم هي مؤشبة الأب والأم بس هم ده غير ده غير ده ودي غير دي الأب غير الأم منحيث فصيلة الدم والعيال برده الأربعة مختلفين عن بعض فصيلة الدم قل لي كده احتمال لهذه المسألة يلا بينا ده كان أطول درس اللي والدرس التالت هيا بنا نبدأ الدرس الرابع اللي هي تكملة تكملة الصفات اللا من دلية احنا خلصنا حاجة اسمها انعدام السيادة وخدناها خدنا لها مثالين شاب الليل وكان في مسألة تحلتها الحمد لله اسمها بتاعة الدجاج الأندلوسي واخدناها كمان في فصيلة الدم بالتحديد دلوقتي هندخل في رقم اتنين سهلة جدا اسمها الجينات المتكاملة ليها أسرة مع بعضينا انت بتكملني عشان لازم نعيش مع بعض عشان شايلان من نفس الأرض عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرع هي دي نكمل بعض وفي رقم ثلاثة حاجة اسمها الجينات المميتة اللي في منها نعين مميتة سائدة ومميتة متنحية وافتكر ان المميتة دائما نقية يا إما سائدة مقية يا إما متنحية نقية هنرجع لهم كمان شوية هيا بنا ندرس الجينات المتكاملة وهندرسها في البسلة ايه دا بتاعت مندل لا؟ هنا بقى اسمها بسلة الظهور مندل لا ان بسلة الظهور فيها لون أحمر وفيها لون أبيض من حيث اللون الأزهار بسلة الظهور لون الأزهار برضو ايه دا أستاذ طبعا بسلة الخضر برضو كان فيها أحمر وأبيض قال لك لا أصل الله أحمر هنا سائد والله أبيض هنا متنحي قال لي ايه دا أستاذ طبعا هناك برضو الله أحمر كان سائد والله أبيض متنحي قال لك لا ما هو عشان يبقى أحمر بقى ركز كده أولا أولا بيبقى فيه زوجين من الجينات ايه دا أول فرق زوجين من الجينات يعني أربعة يعني ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي كابتل او اي كابتل اسمول مهم ما بربعة تمام يبدأوا الاختلاف بينما كان فيه بسلة الخضر اللي هي مندلية اللي هي سيادة تامة كانت زوج من الجينات يعني مثلا ار كابتل ار كابتل ار كابتل ار سمول ار سمول حاجة من دول انما هنا زي مولتلك ايه كابتل اي سمول بي كابتل بي سمول مثلا يعني تمام هناك هنا بقى عشان حتى بركز بقى دي اهم جملة حتى تظهر الصفة السائدة اللي هي اللون الاحمر يعني اللي الازهار يجب ركز بقى في القانون ده يجب ان يحتوي كل زوج على جين واحد السائد على الاقل يعني لازما بعنيا دول ارى ال ايه كابتل والبي كابتل لو انا شفت ال ايه كابتل بس وما فيش بي كابتل لا ملهمش لازمة طب شفت البي كابتل وما فيش ايه كابتل ملهمش لازمة طب تعالنا كده نشوف الاحتمالات احنا عندنا احتمال بيقول ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي كابتل يلا ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي سمول ايه كابتل ايه كابتل بي سمول بي سمول صح بعد كده هنا احنا كده بدأنا بال ايه كابتل ايه كابتل مع كل يلا نشوف ال ايه كابتل اسمول مع كل بي كابتل بي كابتل ايه كابتل اسمول بي كابتل بي سمول ايه كابتل اسمول بي سمول بي سمول small small b capital b capital small small b capital b small 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 b small b small دول التسع احتمالات اللي عندنا امتى يكون احمر لما تشوف بعنك ايكابتل وبيكابتل في ايكابتل اه 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 بس حلو يبقى دو احمر ايو ايو احمر لا ما فيش بيكابتل لأسف هتقول له يا استاذ توم احنا عندنا ايكابتل و ايكابتل باللوقه مش رميتهم من همش لازمة لو عندنا اثنان ؟ لأنني بنا اردت بيكابتل هناك ا‌بلّديك إقتصان لاقي غاية المشاكل هناك اتagnar بيكابتل أحمر هناك اي فيكابتل احمر لا يوجد بعيد فيكابتل إنك لو كان ياسم concept اوه إنه سببتل هناك اتناق تم ا �ك الآن كل هذا الفركم ابيض 參عت ، يبقى الأحمر لدينا منه أربع طرس جينية اللي هم في قد nur فوق ذي همت وهنا أربع طرز جينية والأبيض أنا أخطي حلوة يا شباب بس يعني إيه لكي أكتب بسرعة الأبيض فيه خمس طرز جينية تعال بقى نشوف القانون الأول والقانون الثاني أو أصدر أنا أسف الجيل الأول والجيل الثاني الجيل الأول جوزنا نباتين نبات A كابتل B small لنبات A small B كابتل fair منطقي دول B1 الآباء يلا نجيب G1 الله اللي اتنين شاوا بعض اللي اتنين شاوا بعض فهاخد A كابتل B small ودول شاوا بعض أخد A small شاوا بعض بي كابتل حلوة قوي ده يلا نجيب F1 الآي مع A A كابتل A small بي كابتل B small حلوة قوي فإذا ده كلهم كده الجيل الأول بنسبة 100% أظهار قول لي كده أستاذي حمراء الله بيضاء شايف الآي كابتل هجينا ده الفل يلا نعمل حاجة اسمها الجيل الثاني فهنعمل تلقيح ذاتي لنباتات الجيل الأول يلا هو يلا ده دولش عكس بعض ده هيتعبونا معلش يلا بينا ايه كابتل A small بي كابتل B small ايه كابتل A small بي كابتل B small دول بيرانت تو يلا نجيب G2 دول هيتضرب عمشاك ودول هيتضرب عمشاك عرفنا بقى طريقة انتاج الامشاك القانون الثاني لمندل الاول مع الاول ايه كابتل بي كابتل اول مع الثاني ايه كابتل بي small التاني مع الاول ايه كابتل التاني مع الاول التاني مع الثاني ايه سمول بي small ودول زيهم ايه كابتل بي كابتل ايه كابتل بي small ايه سمول بي كابتل ايه سمول بي small يلا فاضين بسم الله الرحمن الرحيم استعاننا عشاء بالله ايه كابتل ايه كابتل بي بي كابتل اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول اه هنا اي كابتل في حاجة نعملها غلط المفروض ديت اه صح اي كابتل اي سمول بي كابتل بي كابتل هي ديت بقل اي كابتل اي سمول بي كابتل بي سمول صح هي قد هنا اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول اي كابتل اي سمول بي هنا احمر يلا ندور على اللون هو احمر شايف الاي وشايف البي أحمر هه أحمر الا والبي أحمر هنا مفيش الا والبي أحمر هنا مفيش أحمر ا sovereign احمر أحمر يلا نعد الأحمر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 يبقى النسبة 9 إلى 7 التسعة دي او ازهار حمراء والسبع دي او ازهار بيضاء هل تسعة دي او صفة السائدة وصفة المتنحية ولكن هل دي سيادة تمت او دايما بيفوز دايما بيفوز . هنا فيه بكبته له بس مفازش يبا دي اسمها جينات متكملة تعالى لازم نعيش مع بعض تعالى لنشعلان نفس الكروموسوم تعالى لنظر الصفة انا اريد لك حاجة القانون الاول لمندل وهنا هكتب الجيل الاول وهنا الجيل الثاني ما تكتب وراها صح في الحاجات دي هنجمعهم وهنا القانون الثاني لمندل وهنا مبدأ انعدام السيادة في نبات شب الليل وهنا مبدأ الجينات المتكاملة فين بقى في بسلة الظهور الجيل الاول كان بيبقى بنسبة 100% دايما 100% 100% 100% بس هي المشكلة مش كلمة 100% ايه هنا كان 100% اللي هي صفة سائدة وهنا كان القانون التالي مندل كان برضو صفة سائدة سائدة صفراء ملساء انعدام السيادة كان Rw بنسبة 100% صفة جديدة اللي هو اللون القرومفلي هنا كان بنسبة 100% A أظهار صفراء ملساء και مجعدة خضراء ملساء صفراء ملساء حين استثناء هذه الملساء يعني سائد 9 سائد متنحي 4 سائد 1 العدام السيادة بيد اخوض بيد اتنين او واحد الى اثنين افكرك بس كانت عبارا عن ايه كانت عبارا عن او عر كابتل او عار كابتل وكان فيه اتنين ار chaque deeper وهنا حديث دابلو دابلو بنسبة واحد الى اثنين الى واحد هذه تصفة احد الاابوين ودي صفة ايه؟ جديدة طب هنا كان منسبة تسعة الى سبعة تسعة سائد اللي هي الاجهار الحمراء وسبعة متنحلة اللي هي الاجهار البيضار يا سلام . stealth ندخل على الجنات الشراب استنى بس اكتب لي الله حل المسألة دي احسب ناتج تزاوج مع هنا بسلة الظهور ثم احسب عدد او احسب نسبة الازهار الحمراء من النسل الناتج احسب نسبة الازهار التي تحتوي على بي كابتل بي كابتل يالله حل المسألة دي انا عايز اثبت العالب تانية او تالتة ان سانا قولها دولة في حتة تانية خالص يعني طيب بعد كده يالله الجينات المميتة لا الا الله. طيب الجينات المميتة دي بتقول ايه؟ بتقول كلام جميل او بتقول ان هي دائما نقية دائما نقية بس في منها سائدة وفي منها متنحية هنا عندنا مثالين وهن عندنا مثلين هنا فيه مثال هندرسه ومثال هنقوله بس مش هندرسه وهنا برضه مثال هندرسه ومثال هنقوله هندرسه الأول اللي هي اللون الأصفر مسائد في الفقران خد بالك في Y ده لا ما عملش مشكلة وفي حاجة اسمها سلالة البلدوج في الأبقار اللي بتبقى برضو هنا غياب الكلوروفل في الظرة اللي يبقى سي سمول سي سمول عشان متنحي يبقى سي سمول سمول أو حاجة اسمها العتة الطفولي في الإنسان اللي هو إيه سمول إيه سمول لما الجينات دي وي كابتل وي كابتل بتجتمع الفرام بتموت في الرحم يعني ما بتتولدش أصلا لما سي سمول بتجتمع البادرة ما بتكونش كلوروفل الكلوروفل ده اللي كان بيقى في البلاستيات الخضراء اللي كان بيعمل عملية البناء الضوء اللي بتكون الغذائي يبقى كده ما فيش كلوروفل يبقى فيش بناء ضوء وما فيش غذائي يبقى هتموت تموت البادرة تعال نشوف كده بص هنا في قاعدة كده لازم نجوز اتنين هاجين في الجينات المميتة لازم الاتنين اللي هيجوزوا هاجين يعني هنجيب فرق صفر وي كابتل وي سمول مع فرق صفراء وي كابتل وي سمول يبقى هنا البي يلا نجيب الجي عكس بعضي بقى وي لواحدة وي لواحدة كابتل وحدة وي سمول لوحدة يلا دي الامشاك يلا نجوزهم لبعض الاف وي كابتل وي كابتل يا لهوي هنا وي كابتل وي سمول عادي وي كابتل وي سمول عادي وي سمول وي سمول عادي قل لي كده اللون ده ايه ده اللون رماضي يا جماعة ده اللون رماضي وين هيعيش لأن ده متنحي أصلا طب دولة فقران صفراء يا لو الفقران الصفراء بتموت لا هنا مش نقية دي هاجينا صفراء هاجينا يبقى تعيش انما هنا صفراء نقية سلام سلام يا صاحبي تموت ركز كده في الرحم يعني ماينفعش اقول ان هي هتخلف اربعة هما دول بس اللي هيتولدوا ده مش هيتقول لان يولد اصلا فهمني هتقول لي يا ستاس طب ما احنا على فكرة يعني ممكن نجوز فار اصفر اهو مع فارة اهو كده اهو واحد نقي مع واحده اجينا وهيجيب لنا بعده العادي يعني هو ده عايش اصلا هو ده تولد اساسا انت جبت ده من ايه قلفته قلفته يا اه لا يا بيت منفعش ده ميد اساسا ميد ما تولدش مجيهش ده م مش موجود في الوجود يقول لك اه اه طب اراك نجوز اتنون رماضيين كلهم هيبقوا يا ناصح كلهم هيبقوا رماضي مش هزهر لنا الصفة المهمية خالف قال لك طب اراك نجوز واحدة صفرة لواحد رماضي يلا يا اخي انا شوف دول البي يلا هات الج الو الكلب تال الوحدة والسمول لوحدها ودول شعوعدة هناخد الاسمول سهل سهل يلا الاف واي كابتال واي صمول واي صمول واي صمول الاول مع الاول التاني مع الاول ديت صفراء هاجينة تعيش وديت رماضية وطبعا متنحية تعيش فين بقى اللي هيموت يبقى علشان تظهر لازم نجوز اتنين هاجين حتى تظهر الصفة المميتة دي صفة مميتة سائدة او متنحية سائدة او استاذ لما بيجتمع الواي كابتال مع الكابتال انما بقى المميتة المتنحية في الظرة بطبعا نباتين لازم يكونو مع سى كابتال سامول لازم لو تنحكين نجيم الان يلا نجيب الـ يلا نجيب الـ يلا نجيب الـ يعيش سي كابتال سي سمول يعيش سي كابتال سي سمول يعيش سي سمول سي سمول هيموت هنا ديت بادرات هتطلع من الأرض بس بتبقى بيضاء لا تكون الكلورو في الفتموت إنما دي كده بادرات هتبقى خضراء تكون الكلورو في الفتعيش العطه الطفولي لو احنا جمنا اي كابتال as راجل بنسميه حامل جين العطه هو سليم والأم سليمة دوت راجل وهي أب و أم حاملين لجين العطه الطفولي دعب لك الراجل مش معتوه والستة مش معتوها بس عندهم الجين مستخبي جواه فنجيب كده g a كابتال as في a كابتال as يلا نجيب ال if ايه كابتل عادي ايه كابتل اسمو العادي اسمو اسمو لا دوت كده عتة طفولي يموت الطفل ده يموت للأسف طيب في عنوان اسمه أثر العوامل البيئية على ظهور الصفات الوراثية حاجات بقى زي الأكسوجين، زي أشعة الشمس، الضوء يعني الحرارة، نسبة الغازات في الجوزة الأكسوجين زي ما قلنا، الدفء اللي هي جاي من الشمس برضو، المواد الكيميائية الموجودة في الطربة حاجات كتير بتأثر عن موضوع ده، أنا هركز قوي على الضوء وهنجيب مثالين، المثال الأول الأمح جبنا بادرتين أمح وزرعنا واحدة في النور واحدة في الظلام الاتنين أصلاً سي كابتل سي كابتل عادي، يعني فيهم كلوروفيل، مفروض يكونوا كلوروفيل اللي تكونت في النور بقت خضراء وعشت، اللي تكونت في الظلام لأ كانت صفراء، يعني ما كونتش كلوروفيل وماتت طب لو اخدناها من الظلام بسرعة ورجعناها للنور هتكون وتنمو، حاجة مثلاً زي الكرومب الكرومب يا جماعة الأوراق الخارجية الأوراق الخارجية اللي هي المعرضة للضوء معرضة للضوء بتبقى مثلاً سي كابتل سي كابتل أو سي كابتل سي سمول بتبقى خضراء عشان فيها كلوروفيل، طب الأوراق الداخلية رغم أن هي برضو سي كابتل سي كابتل أو سي كابتل سي سمول زيها زي دي بالظبط جينياً هي هيها، بس غير معرضة، معرضة للضوء، وتبقى بيضاء طب لو احنا قطعنا الورق الخارجي وعرضنا للضوء، احنا خلصنا نغير ده نخليه اسود، نفتح شوية في آخر الحسن، ولنحن مش في الآخر قوي لأن لسه نصلنا درسين، بس درسين سهلين ولسه مزاكنهم مريب، فهمني آخر حكتين في الوراثة فإن شاء الله ما ياخدوش وقت، كنا بنقول إي بقى إن إحنا عند تعريضها للضوء هايحصل إيه؟ التخضر هتكون كلوروفيل وتصبح خضرة وكان فيه حاجة مثال كمان اللي هو أرانب الهيمالية الأرانب ديت لقوا إن الحتة اللي بتسقع منها بتتعرض للتلج بتسود يعني الأرنب كله لونه أبيض، لقينا بقى رجليه وديله من ورا والحتة معرضة للتلج مثلا والأنف الحتة ديت برضو بتسقع بسرعة، فبيبقى لونها إيه؟ لونها اسود فجبنا أرنب وحطنا فوق هنا كيس تلج، وكل ما نجدده تاني، فلقينا بعض فترة الحاجة ديت تحولت من لونها بيض للون الأسود اللي هو دوت كيس تلج، كيس تلج، فدوت برضو أثر الحرارة على ظهور الصفات الوراثية الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا نهتاد يا لولا هدان الله، دلوقتي يلا بينا نبدأ في الوراثة الجنسية هيا بينا نبدأ في الجزء بتاع الوراثة الجنسية الدرس الأول في الوراثة الجنسية كلام كله قديم، يعني طبعا في كلام جديد بس قصد يعني البداية قديمة يقولك إن الذكر بيبقى أربعة واربعين زائد اكس وي، لا راجل، ما هو راجل يعني، وأنسة بتبقى أربعة واربعين زائد اكس اكس، من عارف ده هو تلما بيجي يعمل الأمشاك بانقسام مايوزي فبيدي حيوانات منوية بتبقى 22 زائد وي، وحيوانات منوية 22 زائد اكس، فهو عنده اختلاف الحيوانات المنوية، إنما البوايضات بتاعت الأنثة بالانقسام مايوزي كلها بتبقى شوى بعضها 22 زائد اكس، فلذلك إذا تم إخصاب هذه البوايضة بهذا الحيوان المنوي سيكون المجموع أربعة واربعين زائد اكس اكس، ويكون أو تكون الجنين أنثى، أما إذا تم إخصاب هذه البوايضة بهذا الحيوان المنوي، يكون المجموع أربعة واربعين زائد اكس واي، ويكون الجنين ذكرا، فالذي يحدد جنس المولود هو الحيوان المنوي سواء كان واي أو إكس، يعني الراجل مش الست، وإحنا قلنا يعني ولا الراجل ولا الست أصوام ما بنشنش يعني، ولا هو بيحدد ربنا سبحانه وتعالى هو بيحدد يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناتا ويجعل من يشاء عقيمة، فدي حاجة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى الوهاب، لفظ يهب ديت هو المتكرر جدا مع ذرية، رب هب لي من الصالحين، كان برضو في سورة آل عمران، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما في آخر سورة الفرقان، وهكذا، فلفظة الوهاب يهبوا لما يشاء إناثا ويهبوا لما يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يزوجهم مش يجوزهم، أي يخلي عندهم من اثنين يعني، يعني يخلفوا ذكران وإناسب عنده ولاد وبنات، ويجعلوا ما يشاء عقيمة ويخليش أصلا، طيب، بعد كده تعال بقى نتكلم هو ليه الكروموسوم وي بيخليه ذكر، لأن الكروموسوم وي بيجي عند بعد شهر ونصف، شهر ونصف يعني ستة أسابيع تقريبا، والجنين في بطنهم، بيخلي الكروموسوم وي ده بيحفز إنتاج هرمونات ذكرية زي التستستيرون، فتعمل على تحويل الخلايا الغير متمايزة، اللي المفروض تبقى مناسل، تحويلها إلى الخصياطين، فالخصياطين يتكونوا، أما غياب الواي ووجود الاكس بيجي بعد ثلاث شهور، ثلاث شهور يعني تقريبا اتناشر أسبوع، اتناشر أسبوع، فيعمل إنتاج هرمونات انثوية فتتكون المبيضين، حلو جدا، بعد كده الحالات الكروموسومية الشاذة، يعني إيه؟ أثناء الانقسام الميوزي للأنثة، بدل ما تدي 22 زائد X و 22 زائد X، أبيض يا ورد، مفيش حاجة هنا، فدول بقوا 24 كروموسوم، اللي هم 23 زائد واحد، صح؟ 23 زائد واحد، اللي احنا بنسميها نون زائد واحد، ودول بقوا 22 كروموسوم، اللي هي 23 مقس واحد، وال23 دي هي نون، نون مقس واحد، فدي بنسميها بويضة، بويضة، بس شاذة، غريبة يعني، ودي برضو بويضة شاذة، إنما الحيوانات المنوية الراجل رايق جدا، 44 زائد X و Y، بيدي حيوانات منوية 22 زائد X و 22 زائد Y، وده عبارة عن حيوان منوي، طبيعي، وده برضو حيوان منوي، وهو طبيعي، وده عبارة عن 23 كروموسوم، 23 كروموسوم، يعني هنا نون، وهنا نون عادي خالص، تمام؟ إذا تم إغصاب البويضة، ده هي، هنسمي ده هي ألف، وده هي به، وده هي جيم، وده هي دال، يلا بقى نجمع، تعالا نجوز الحيوان المنوي جيم مع البويضة ألف، لو إحنا جمعنا ألف زائد جيم، هيبقى 22 و 22 و 24 زائد XXXXXXXX، ده حالة إسمها تضاعف جنسي، اللي إحنا بنسميها Sober Female، اللي هي أنسة صارخة الأنوسة، أصل مكتملة الأنوسة الأنسة العادية هي 34 Pentate X XX XX 1000 إال eachXXXXX enوسة بزيادة بعق؟ غ~~ خأيت تخونك مطفة ش أكس كارعي، حالة إقم، لو إحتمنا جمعنا جيم مع البه، جيم زائد به، به زائد جيم،amos لا س Löwe سود به زا ات جيم هيبقى اربعة واربعين زا ات عانشوف كده اتنين وعشرين واثنين وعشرين و اكس زيرو اكس فقط طب كده دول كم كروموسوم دول كده خمسة واربعين كروموسوم منما دول كانوا سبعة واربعين كروموسوم طب دي اسمها ايه حالة تيرنر وتيرنر ديب بتبقى انسى ولكنها قصيرة القامة وعندها مشاكل في القلب والكلا وكمان بتبقى عقيمة بسبب نقص هرمون الاستروجين عندها ماشي طب يلا نجمع جيم احنا قلنا الف وجيم وبه وجيم تعني نجمع بقى الف ودال وبه ودال الف زائد دال وبه زائد دال اتنين وعشرين واثنين وعشرين اربعة وعشرين زائد اكس اكس واي اربعة وعشرين زائد اكس اكس واي لحد هنا هو راجل في اكس زيادة هنا فبقى دلوقتي سبعة واربعين كروموسوم حال اسمها حالة كلاين فلتر وده بيبقى ذكر عشان عنده الكروموسوم واي فهيكون خصياتين ولكن لا ينتج حيوانات منوية ذكر عقيم وبيبقى لا ينتج حيوانات منوية لان ما عندوش الخلال منتجة لحيوانات منوية اللي هي الجرثمية الامية ماشي دال به زائد دال هتجمع اتنين وعشرين واثنين وعشرين زائد اكس اكس واي لأ احنا قلنا ايه احنا قلنا اه ده ديت المفروض اه ده به انا انا ببص غلط معلش انين وعشرين وعشرين زائد وي زيرو صح كده اربعة واربعين زائد وي زيرو وي فقط يعني يعني خمسة واربعين كروموسوم وهنا هتبقى اجهاض او يموت ليه لان الكروموسوم الكروموسوم اكس ضروري للحياة فلما الكروموسوم اكس يغيب وي بس ما يكفيش للحياة هيموت دوت طيب الحتة دي الجملة دي مهمة جدا وعايزنا يعني الفت انتباك لحياة كمان مش هنا حصل نقص في كروموسوم اكس في واحد نقص هنا حصل لها مشكلة جنسية اه مشكلة جنسية والثلاث مشاكل دول القصر القامة والقلب والكلة دي كلها مشاكل ها جسدية طب ده معناه ايه؟ معناه ان الكروموسوم اكس يحمل صفات جسدية وجنسية وما تنساش كمان ان احنا في الدرس الجاية هناخد حاجة اسمها الصفات المرتبطة بالجنس زي لون العيون في حجرة دروسوفيلا والهيموفيليا وعمال الوان الكلام ده هنقضو كمان شوية كل ده كان بيتشال على الاكس فالاكس الكروموسوم جنسي بيحمل صفات جسدية كمان الكروموسوم واي معظم اصلها صغار جدا في بعض الحاجات الجنسية في بعض الحاجات الجسدية بالمناسبة ولكن قليلة جدا تمام ولكن الكروموسوم اكس كبير فبيقدر يشيل صفات جنسية جينات جنسية وجينات جسدية كمان حالة كلام فلتر وحالة تيرنار بقى خلاص يعني مش مقتر ان انا احط كلام فلتر وتيرنار في جدوى المقارنة واعد اقولك بقى ان ده 44 زياد اكس اكس واي يعني 47 كروموسوم يعني 2 نون زايد واحد يعني عنده زيادة بمقدار كروموسوم اكس وعنده ان هو ذكر عقيم واقولك بقى ان تيرنار عبارة عن 44 زياد اكس بس يعني 45 كروموسوم يعني 2 نون نقس واحد يعني عندها نقص بمقدار X فهي بتبقى عقيمة وقصيرة القام وعندها مشاكل في القلب وفي الكلة محتاج أقول لك الكلام ده يعني؟ مش محتاج أن نحطهم في جدول مقارنة أنت فاهم يعني ماشي في بقى حالة داون حالة داون وحالة داون هنا المشكلة مش في الكروموسومات الجسدية في الكروموسومات الجنسية أصدنا آسف مش في الجنسية يعني هو XX أو XY تمام التمام تمام التمام مفهمش مشاكل يا مدام المشكلة فين؟ المشكلة جسدية خاصة في الزوج رقم 21 اللي كان زوج بقى حاجة اسمها ترايزومي تراي يعني ثلاثة فكني ATB أدينوزين ثلاث الفوسفات فلما نجي نشوف الطرز الكروموسومي بتاعه هنلاقي أن هنا كروموسومة 1 و 2 و 3 و مش عارف ايه عند 23 يا إما يكون XX يعني أنسة أو ذكر إما المصيبة هنا بقى في الزوج رقم 21 بيبقى واحد اتنين ثلاثة ها هنا تقع المشكلة إنما هنا تمام التمام يا مدام تمام التمام يا مدام طيب إما بيحصل بقى؟ اللي بيحصل صفات كده كلها متجمعة في الحركة اللي نعملها دي كنا بنقول كده هات من ورا كده 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 أهو 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 إيه دوات؟ مؤخرة الرأس بتبقى مسطحة رأس مبططة من ورا بعد كده تيجي هنا الأذن صغيرة عنده تخلف أو تأخر عقلي العم مسحوبة شبه الصينيين عشان كده بيسموه الطفل المنغولي منغولية في الصين والأنف بتبقى مسطحة مبططة وبعد كده الفم صغير والوجه بيضاوي والقامة قصيرة وأصابع الأيدي والأقدام بتبقى قصيرة يبقى هنا مؤخرة الرأس بعد كده تروح على الأذن بعد كده تفتكر من الأذن وتطلع قدام هنا وتفتكر التفكير العقل بعد كده العين والأنف والفم عين أنف فم وتفتكر أن الثلاثة دول كلهم بقى مع إيه؟ والوجه وتفتكر القامة والأصابع سواء في الأيدي أو في الأقدام مؤخرة الرأس بتبقى مسطحة والأذن صغيرة العقل عنده تأخر عقلي العين والأنف والفم العين بتبقى محدبة اللي هي مسحوبة الطرفين مسحوبة أو محدبة اللي هي الطفل المنغولي والأنف بتبقى مسطحة ساد النوز مش عارف دي تقريبا مش موجودة في الكتاب الفم صغير الوجه بيضاوي القامة قصيرة والأصابع قصيرة ودي والطفل دون لو احنا نرسم الطرز الكروموسومي بتاع كلام فلتر وترنر هوت باسم الله الرحمن الرحيم كلام فلتر هيبقى عادي خالص بس هنا هتلاقي اكس اكس واي ترنر هتلاقي عادي خالص بس هنا فيه اكس فقط واحدة طبعا دول هتلاهم اثنانات بقى يعني ازواج خلاجة جسدية ماشي في حاجة تاني في الدرس دوت داون تيرنر كلام فلتر يلا ندخل على الدرس الاخير بسم الله الرحمن الرحيم الصفات المرتبطة بالجنس مستعمل حاجة ديها بتبقى صفات ركز جسدية ولكنها مرتبطة او محمولة على الكروموسوم الجنسي اكس بالتحديد عشان كده مرتبطة بالجنس مرتبطة بالكروموسوم الجنسية لا تتأثر بالهرمونات الجنسية اللي هم التستستيرون في الذكر او حاجة اسمها تانية اسمها الاندروستيرون او الاستروجين والبروجستيرون في الانساء ماشي زي ايه بقى مثال رقم واحد اللي هو لون العيون في حشرة الدروسوفيلا لون العون في حشرة الدروسوفيلا في منه احمر ودوت بياخد رقم وفي منه ابيض ودوت بياخد رقم حلو جدا الاحمر سائد والابيض متنحي لو احنا جبنا حشرة الدروسوفيلا انسة جوزناها لذكر الانسة كانت حمراء العيون نقية يعني والذكر ابيض العيون طب الواي لا تحمل الصفات دي الصفات دي تقولنا بتحمل على الكروموسوم الجنسي اكس طب الانسة ممكن برضو تبقى اكس اكس او تبقى ار سمول ار سمول او تبقى ار سمول ار سمول بلديات هنا الار سمول وهنا سمول يعني الذكر عنده احتمالين الانسة عندها ذات احتمالات ياما سائدة نقية سائدة هجينة متنحية والمتنحية ذا اما النقية طيب هنا ياما سائدة ياما متنحية مفيش حاجة اسمها نقي الذكر ميففوش نقي و هجين لان كلمة نقي محتاج اثنين شاء بعض او شاء بعض الهجين محتاج اثنين عكس بعض طب هو عنده حاجة واحدة بس فهحدد نقي اللي هاجين على اي اساس فالذكر ما عندهش نقي او هاجين تعال بقى نجوز اتنين منهم زي ما قلتلك هيقولك انسة مع ذكر الانسة XX والذكر XY ده بسم الله رحمن رحيم قالك الانسة حمراء العيون قوله ماشي حمراء العيون بعدين يعني هاجينة يعني كده ولا كده R capital R capital R capital قالك لا حمراء العيون نقي قلت له خلاص R capital R capital وقلت له ده ابيض العيون قلت له خلاص R small قال لي جاوزهم بقلت له بس كده يلا دول البرنت يلا نجيب الجي الانسة شبه الانسة دي فناخد منهم واحدة وسميها R capital وهذا علمت التزاوج والانس حيات والي الوحدة وهي حط عليها R small وهنجوز يلا x للانسة W وx للو الـ X الـ X R-Captal R-Smal و الـ X الـ Y سنخذ هنا الـ R-Captal قل لي كذا ده ذكر ولا أنثى هنا ذكر أحمر ولا أبيض أحمر العيون وديت أنثى ما لها حمراء العيون برضو حمراء العيون بس ما لها بقى هاجينة الأم كتنقية هي هاجينة والأب كان أبيض بأحمر الدنيا تقلبت خالص ماشي يالله قل لي المسألة ديت عندك حلها وكتب لي النتيجة في الكومنتات لما نجي نجوز أنثى حمراء العيون هاجينة لذكر أبيض العيون قل لي نتيجة عندك يالله المثال الثاني هيلبقى في الإنسان في مرض اسم مرض الهيموفيليا أو سيولة الدم احنا قلنا الدم عشان يتجلط لما الإنسان يتعور ويتوقف النزيف لازم أن يبقى فيه صفائح دموية وركز كده زائد حاجة اسمها عوامل التجلط مرض الهيموفيليا الشخص ده ما بيبقاش عنده عوامل التجلط فبالتالي الصفائح الدموية بتشتغلش كويس والحاجة اسمها فايبرين رجم ما بتحاولش الفايبرين فما بنسدش الجرح كويس فيبقى عنده سيولة في الدم ويفضل ينزف ودي مصيبة طيب المرض ده تعمل ازاي برضو بيبقى مرض الحمد لله الحمد لله متنحي وبنرمز لقى بالرمز اتش سمول معنى كده ان الاتش سمول ده المرض الاتش كابتل ده السلامة شخص سليم يعني الام الانثة هيبقى عندها تلات احتمالات اكس 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 ممكن تبقى اتش كابتل او اتش كابتل اتش سمول او اتش سمول اتش سمول لو اتش كابتل اتش كابتل زي الفل نقول عليها ام سليمة طب اتش كابتل اتش سمول يعني هي بص بص هي سليمة بصراح اصلا ده اللي بيكسب الحمد لله بس بص حاملة لجين المرض المرض مستخبي جواه للأسف هو مش ظهر عليه سيئة زي دي من بره من بره الله الله بس من جوه ايه يعلم الله خبيثة ال H small H small ديت للأسف مريضة الراجل بقى مش ملاوع الراجل او الذكر هو يا إما X Y يا إما سليم يا إما مريض ما عندوش بقى من بره الله اللي في قلبه على لسانه اللي فكره مسمته على جسمه فاهمني ما بيخبيش يبقى ده مريض يلا تعال نشوف مثال وأقول لك مثال تحل جوزنا واحدة أم مريضة لرجل أب سليم بس كده الأم X X والأب X Y ودي مريضة يعني H small والأب A H capital وجوزناهم لبعض يلا نجيب الجامتات شواه بعضة فأخذ منهم واحدة X ودي H small ودي علامة التزاوج وهنا X وY الواحدة والأكس ديت عليها H capital يلا نجيب الـ X مع الـ X X X والـ X مع الـ Y دي معاديه يبقى H capital H small ودي معاديه H A H small ده عبارة عن ولد ولا بنت ولد للأسف مريض وديت عبارة عن بنت سليمة ولكن ما بينقسين كده تقول لها حاملة للمرض خلي بالك الموضوع يتعكس كانت الأم مريضة بنتها طلعت سليمة والأب كان سليم ابنه طلع مريض الرجالة كان أسلام بقوا بويضين الأم بقيت فهمني طيب هي الأم الأم ده هي ورست المرض لمين لابنها ولا لبنتها والله يدت الـ X ده هي تمرى للبنت ومرى للولد فبص كده أقول استنتاج الأم تورث المرض لجميع الأبناء ذكور وإناث على حد سواء إنما الأب لو كان مريض يورث المرض للبنات فقط لأنه بيدي البنت الـ X تمام؟ بيدي البنت الـ X بي معلوش حاجة أصفة والحمد لله هنا كان الأب سليم بص كده الأب هنا قام بحماية بنته من خطر الأم يعني الأم هي الأم بتدي بنتها الـ X البنت كده ممكن يجيلها هموفيليا الأب قام جاي مديها الـ X لأنها متخفيش بابا موجود قمت بحمايتك من أمك الشريرة هنا الولد بيقول له بابا بابا الحان يقول له ايه يقول له ماما اددتني X على H هيجيل المرض يقول له للأسف مش عارف انقذك هديك Y small لم يستطع انقاذ ابنه ماشي ممكن واحد يورس المرض من جده أب أمه إزاي؟ بص يا صاحب الجد كان X Y ده الجد ودي الأم وده الحفيد كان مريض H small بس مراته كانت سليمة اللي هي الجده أمه H الحمد لله فبنته خدت من أمها X وخدت من أبوها X خدت من أمها H وخدت من أبوها H small أمها قامت بحمايتها من أبوها لما جت بقى تخلف إددت لابنها للأسف الأسيف إددته X فإددته H small فيبقى كده هو خد المرض من أمه 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 كانت تحاملة لجين المرض آه بس كانت يعني تعتبر سليمة مش ظاهر عليه حاجة لا هو شبه جده يعتبر يارث يارث الحفيد المرض من الجد اللي هو والد الأم تمام جدا جوز لي الله واحدة آه حاملة للمرض مع واحد مريض وحسب نسبة الذكور المرضى من النسل الكلي وحسب نسبة الإناث السليمة من النسل الكلي احسب نسبة الذكور السليمة من الذكور فقط هتفهم حاجة تعال ما أقولك هنا في المثال دوت الذكور السليمة صفر كل الذكور مصابة البنات السليمة مية في المية كل البنات سليمة حاملة للمرض يعني بص كده لما أقولك احسب لي نسبة البنات السليمة من النسل ككل هي واحدة من ضمن اثنين يبقى خمسين في المية من النسل ككل يبقى أقسمه واحد على اثنين طيب لما أقولك احسب لي نسبة البنات السليمة من البنات مية في المية كل البنات سليمة واحد على واحد مية في المية فهمتني أظن بقى دي هتعرفت حلة بقولك أنا عايز الكومنتات ملعلعة في معركة تحت في الكومنتات لو انت بش فقد أنا متأكد طيب المثال الثالث بقى تحصيل حاصل زيادة راغي يعني اللي هو صفة برضه مرتبطة بالجنس مرض اسمه عمى الألوان اللي هو color blindness عمى الألوان فبناخد به الحرف C والحمدلله هو برضه مرض متنحك فبياخد C small فيبقى ضم مريض إنما C capital ده بيبقى سليم ما بقدرش يفرق ما بين اللون الأحمر واللون الأخضر بسهولة دي تحسني حاجة غريبة بس في ناس كده فعلا لو حد كده يكتب لنا في الكومنتات طيب برضه الأم هيبقى عندها ثلاث احتمالات والأب يبقى عنده احتمالين الأم هتبقى مثلا C capital C capital فهي سليمة أو C capital C small حياملة لجن المرض أو C small C small فهي مريضة والأب يقيم C capital سليم يقيم C small مريض ما عندوش حاجة فمص وهكذا بقى حاجات كتير يبقى شوفها حلها يعني فاش اي مشكلة حاجة العنوان اللي بعد كده الصفات المتأثرة بالجنس الصفات المتأثرة بالجنس دي برضه بتبقى صفات جسدية زي المرتبطة اهي زي المرتبطة بالجنس بس تحمل على كروموسومات جسدية اللي انك كانت مرتبطة بالجنس لا يبقى دي عكس المرتبطة المرتبطة كان بتحمل على كروموسوم جنس الويكس تتأثر بالهرمونات ها ليه التستستيرون في الزكر او الاستروجين في الأنسة والبروجسترون يعني خاصة التستستيرون في الأمثلة اللي احنا نقولها ها دي عكس المرتبطة المرتبطة ما كانتش بتتأثر عكس المرتبطة ماشي قول لي كده مثال الصلع الوراثي في الإنسان أصلع يعني bold فبناخد فيه الرمز B ممكن يبقى B positive B positive ممكن يبقى هوا B positive B positive كده أصلع وش أصلع أصلع هنا عنده جن صلع ومعندوش هاجين معندوش معندوش لو رجل ده هيبقى أصلع طب كده برضو أصلع طب كده لا سليم شعره طبيعي ماشي طيب المرأة هنالقى أصلع أرعى يعني لا عندها تساقط شعر تساقط شعر ده دقرع خالص ده يعني بص الحتة دي بيبطير خالص وهي عنده شوية تساقط إيه تفريقة العنصرية دي أه أصل ده تبص كده بيتأثر بالبرومنات التستستيرون التستستيرون هنا بيشعل ينشط الجين أكتر في الراجل فيبقى أصلع بص بقى التفريقة العنصرية هتبنى على حق هنا أو بقى المفروض ده أصلع يبقى دي عندها تساقط شعره برضو وقال لك لا طبيعية يام هرى بيض طبيعية رغم أنه ودي برضو طبيعية تمام؟ حلو جدا في حاجة برضو اللي هاسمها قرون بعض الماشية خلنا مثلا نقول القرون دي A positive A positive A A A لو ذكر خروف مثلا وديها تبدرية أو نعجة ونسى الخروف ده تبقى عنده قرون ودي عندها قرون هنا بتبقى قرون كبيرة هنا قرون عادية هنا ما عندهاش هنا ما عندهاش هنا عنده قرون هنا ما عندهش عنده وكبيرة عنده ما عندهش ما عندهاش ما عندهاش طب ليه هنا ظهرت كبيرة وهنا عادية؟ لأن التستستيرون في الذكر طب هنا فيه ومفيش هنا برضو التستستيرون في الذكر تمام؟ آخر حاجة أو حاجة بالأخيرة اللي هي الصفات المحددة المحددة بالجنس يعني المحددة بالجنس يعني إما تحصل فيه الذكر فقط أو الأنثى فقط يعني مين المسؤول عن الرضاعة؟ الأنثى الرضاعة وإنتاج اللبن في الأنثى بش رجالة بتردع عيب طيب إنتاج البيض إنتاج البيض الأنثى طيب اللحية في الذكر إنتاج الحيانات المنوية في الذكر إنتاج البويضات في الأنثى فدي اسمها الصفات المحددة بالجنس إما تحصل في الرجالة بس إما تحصل في الإناس بس في الذكور بس أو في الإناس بس طيب في حاجة اسمها الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج ديها بعض الفحوصات يعني منعمل تحليلات بشكل عام علشان مثلا نستبعد نستبعد الأمراض لو عنده فيروس يتعالج لو عنده فيروس الإدز يعني لو في علاج ماشي ما فيش علاج نحذرهم ما يفعش يتجوزوا فيروس الإدز بينتقل جنسيا فهينقلها المرض فيروس الإدز ده فيروس خطير جدا فيه فيروس هاب تتعالج فهو لازمان ياخد باله قبلها عشان ما يعديهاش ويكلفها الحاجة دي حاجة مثلا مثلا ممكن تكون ره سالب فنحذرها لو هو ره موجب الزوج وهي ره سالب الزوجة فياخدوا بالهم ان غالبا غالبا الطفل الأول هيبقى ره موجب فهيحصل مشكلة احنا قلنا صحيح ما قلناش حل المشكلة فنشرح الحل يا جماعة احنا بناديها حقنا لازم نطلع على الحتة دي معلش ناسف فأقولها تاني بسرعة خلينا نخلى بلوم مختلف الحل هنعمل ايه نعطي الام حقنة تدمر كرات الدم الحمراء الخاصة بالجنين الاول قبل تكوين الاجسام المضادة في خلال 72 ساعة يعني ايه مش المشكلة في ان الودن الاول بعت لها شوية كرات دم حمراء فهي قالت يا لهوي وكوينت اجسام مضادة ضد ال في خلال 72 ساعة لو ادناها حقنا نضمر دي يا درما دخلك شر يعني ايه ده ونحنا جايونا نضمر ما فيش حاجة ما فيش حاجة ما تخافش فالجهاز الملاعبة بتاع الام يطمن وما يكونش اجسام مضادة فما يضرش الجنة التانية طب الجنة التانية بعد ما يتولد برضو لازم نديها ار اتش موجب نديها قصد الحقنة بتاعة ال ايه ال ار اتش الفحوصات الطبية بيقراءها عموما كده ما فيهاش كلام جديد زي ما قلتلك هو كله عملوا لك الامراض وعشان ننبههم وعشان يتعالجوا وعشان ناخد بالنا من نقل الدم وعشان نديهم الامراض ممكن ينتقل امراض فكرة الامراض الجينية اللي ممكن تظهر على الاولاد جواز الارايب بيجيب مصايب يعني جواز الارايب بيظهر المستخبز اي ما قلتلك لو العلاء كلها فده سليم سليم لما الاتنين دول يتجوزوا الوادي يتجوز من تعمل ار اسمول ار اسمول هتكتمع فتظهر المرض هتقول لها دكتور ممكن ما يكتمعوش ب ار اسمول ار اسمول ار اسمول اه بنسبة 75% مش حصل مشكلة بنسبة 25% تحصل مشكلة بس هو لو هي راحت اتجوزت واحد ار اسمول ار اسمول عيالها عمرهم ما هيكتمع فيه من ار اسمول فمش هيبقى فيهم مشكلة ممكن هو كمان يبقى ار اسمول وتظهر فيه مشكلة رغم انه مش قريبها فجواز الارايب مش شرط يجيب كده عادي ما فيه ارايب كتير جدا متجوزين ولكن زي ما قلنا نسبة الاحتمالات فيها بتبقى اعلى شوية الحمدلله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتديا لولا هدان الله انا مش مصدق الله انه خلصت لو تعلمون انا ااخد حقوقنا والله عشان زوري مش عارف كم باين او لا تمنى ان الواحد ادى كويس يعني وزوري خلاص بيفيص ومفروض فيه فيديو كمان سنة تانية سنوي المفروض انها صورة دلوقتي فالله المستعان ما تضيعوش التعب ده يا شباب يعني اضيعوش تعبي واتضيعو تعبك انتو كن انت وصلت المرحلة دي وقعبت تسمعين دلوقتي فان الله عايز اوصل لأسك ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ويجعلك قرة عين لأبويك ويبارك في علمك وينفعك بهذا العلم وتنفع به الناس وتبقى حاجة كبيرة جدا 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 في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله واسأل الله سبحانه وتعالى ان المحبة اللي بنا ديت كما تجمعنا في الدنيا على الخير ان تجمعنا في الاخرة في جنة الله سبحانه وتعالى في جنة الفردوس مع المصطفى والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين خلاص التصنيف اسهل بكتير من الوراثة ان شاء الله في حفظ كتير ولكن يعني احنا بنشرح في طريق واسا ان شاء الله هتحفظك الدنيا جدا يعني غالبا الاسبوع الجاي هيبقى هناخد درسين مش درس واحد علشان ننجز والدروس بتاعت التصنيف في اللذيذ منه في السهل منه هحدد لكم نعمل لكم جدول حيث ان احنا ننحق نخلص المنهج ومحضر لكم وراجعة شاملة جمدة يعني فضيعة فانتظم ان شاء الله بس تم كلامنا وربنا محموده وله المكارم في العلا والجوده وعلى النبي محمد صلواته ما غرد قمري وأورق عوده اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم لكل خير سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر ان المسالنا في خسر الا الذين ايمانوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بحبكم في الله ما تنسوش دايما 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 صلى على رسول الله السلام عليكم صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنى الله مشوار الطب مشوار الطب بدأنا خطاه موسيقى موسيقى موسيقى